البريطانيين كانوا يستفيدون من الخدمات التي قد أول السلة التي تنتجها الصين من البرسلين، من التشاي، من الحليب عشان تأخذها تشتريهم من الصين وتوديهم لأوروبا للاستهلاك المحلي بس الصين ما كان عندها أي اهتمام بالأشياء لأوروبا عندها كتصدير شن بدأت تسوي الحكومة البريطانية عبر شركاتها الموجودة؟ تروح تنتج الأفيون في الهند تأخذ هذا الأفيون وتودي للصين كل حق الصينيين أنا بعطيكم أفيون تعطوني تشاي، تعطوني الحريرة، تعطوني اللاقين الأفيون مادة مخدرة وفيها إدمان وتخلي الناس كلهم كسالة وانتعطني إنتاجك ولين الامبراطور الصيني قال لحظة، شو قاعد نسوون بشعبي أنتو؟ لا، ممنوع إذا لا تمنع نبيع الأفيون، أصبر يا أبا جميع البواخر أعلنت الحرب على الصين أهلا، هذا فنجان من ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح كنت في دبي قبل الأيام واستوقفني مشهد كيف إن كل شيء بنت الحكومة من الصفر لكن يشتغل، هذا النموذج من فوق لتحت ويقولون بالنقيب تعرف الأشياء فأشوف نموذج الاقتصاد الطبيعي هو اقتصاد نيويورك مثلاً ناس هاجرت استثمرت، ربحت فعادت استثماراتها في البلد واتطورت، وصارت نيويورك هذا النموذج التقليدي ويبدو لي أن هذا النموذج ليس بالضرورة هو النموذج الأوحد الناجح فودي أفهمه، ولأن العالم مليه بالشغرات المختلفة المتناقضة والناجحة، فكمان هنا عندنا الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني اليوم كثير دراسات تقول أن الصين بتكون أكبر اقتصاد في العالم جولدمان ساكس تقول أنه في عام 2031 بتكون الأولى الدراسة الثانية تقول أنه في 2030 بتكون الأولى فالكل ما اتفق على الأولى، إلا ضيفي يقول تبطي عظم فودي أعرف له يتوقع أن تبقى أمريكا الأولى رغم كل الصراعات الداخلية الأمريكية والاستقطاب الحزبي الحاد ورغم الحجم الضخم للدين العام في أمريكا فضيفي بسام نور رئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة في دراية الاستثمار قبل أن نبدأ كأس العالم حريقة سعودية حريقة وأتابع معظم اللي تنتج القنوات من تحليل ونقاشات والصراحة صحيح أني منحاز لكن لا أفضل من بودكاست مرتدة وحديث خارد القحطاني وعبدالله العيسي في هذا البودكاست الحلقات موجودة على أي من برامج البودكاست أو على اليوتيوب تعمل الآن لنبدأ أنا جيت للرياض نهاية 2016 بعد الرؤية بعد الرؤية بس نتدري في البناية في البدايات كيف كانت نظرة تشاومية وإلى آخرها أنا قلت الرياض بصير فيها الشي أنا لازم أكون في وسط معمعة الرياض خلنا نشوف إيش يصير وتوقعت إنه لا ترى فيه الحين فيه تغير في الجيل الجديد من العائلة الحاكمة يعني إننا عندهم نظرة جديدة نظرة مختلفة وبدأ يعطوا وعود المرأة تسوقوا السيارة السينما وإلى آخرها قلت والله يمكن يسويها يمكن لا أغرب الضان إيه بس يأخذ يمكن عشر ستنين عشرين سنة ييت والحين أشوف لحظة مشيت داعس الرياض داعس السرعة اللي راحت وتغيرات مو بس الموضوعين هاي الأمور اللي احنا نشوفها أنا وأنتو فلان وفلانا تغيرات البسيطة بس اللي قاعد باعد في الغطاع المالي حكم تخصصي أشوف الأمور الإصلاحات الهيكلية اللي قاعد تصير في الاقتصاد نفسه من أبسط مثال قوانين نظام الإفلاس ايه ما حتى نظام الشركات نظام الشركات هاي بسطاء الناس وما بسطاء عامة الناس الدكتور المحامي ما تهم ما يهمها وما يحرف شنو تأثيرها احنا لا this is something big احنا كانت عندنا في دراية في 2016 و 2017 طرين ننأسس شركات خارج السعودية بسبب هالأنظم اللي مو موجودة كل هالشركات خارج صقيناها فتحناها يعني نعم وش كانت وش الأشياء اللي كنت تبغاها يعني مثلا الفئات المختلفة للأسهم ما كانت موجودة والحقوق التصويت الموجودة شي ثاني طيب شنو نظام الإفلاس ما ترى ما كان في نظام الإفلاس بالسعودية يعني إذا أنت تملك شركة والشركة أفلست ترى عليك أنت كيش تكون شخصي الموضوع الموضوع رغم أنها مفترض أنها في تكيين في جعلها كيان شركة أنك تفصلها عن بالضبط ككيان مستقل بالضبط وحتى قواني ما كانت واضحة فيها تساؤلات كثيرة أبصد شي موضوع القصيبي القصيبي ليش اللي حي ما حلوه مشكلة اللي صارت من متى 2008 صح قبل يمكن بعد 2008-2009 ما حلوه لأن ما في آلية معينة ما بدوا يحلونها إلا لنطلع نظام الإفلاس قبل سنة وسنة ونص تذكرون فترة على أن عادة القصيبي وصلنا مع الداينين إلى حل وإحنا نعرف في السوق وقاعدة نحل هذه المشاكل فهذه الأمور كلها جيدة للاستثمار بس أتذكر وقت الله يوم ما أعلنت الرؤية أغلب الناس يمكن حتى جرسوا سلعتين قدام ما يعني غير مؤمنين بأن هذه الوعود والرؤية قابلة للتحقق بس وش خلها كنت وقتها تشوفها يعني أنت تقول أن في البدايات كنت تتوقع أنها تصبح أنا أعتقد أن في تلك الفترة أن السعودية في مرحلة مفصلية في حياتها إذا تتغير أو بتنهار لأن كانت تصير أمور كثيرة تحتاج إصلاحات ما كانت تتم جاء واحد قال لأ عرف شلو مكان من الخطر الموجود وشلو الإصلاحات المفروض أنه يسويها وكانت عنده شجاعة أنه ينفذها وحتى لأن نفذها ما كانت بالطريقة القديمة بصد المثال موضوع الفساد الفساد بتلكل بالكلب أي واحد وفعلا بعد ما جاءت قال أي واحد عنده فيه فساد مهما يكون من فوق ولا صغير لا أخذ وهذا اللي طلع لأننا كشعوب متعودين على بالسابق قبل ما تطلع الأفعال حلل الأقوال متعودين على الكلام وعود يعطون نترة نسوي شيء ولا شيء يمكن تجربة ناجحة الوحيدة في المنطقة إلى فترة كانت دبي بس غير دبي ما شفنا شيء ثاني فكانت عندك فالإمكانيات كانت كبيرة في السعودية دائماً كانت المكانيات موجودة مسمحة كان نستغلها لإستغلال الصحيح حتى يعني كنت مثلاً أشتغل في دبي كنت أي الرياض حق الشغل طيارة كانت مليانة بالأجانب الرحلات اليومية التي رايحة ما بين دبي والرياض طيب، لماذا نقعدهم في دبي؟ لماذا نقعدين يوني الرياض؟ لماذا نقعدين يروحون الرياض؟ حجم التجارة البزنس اللي فيه في السعودية بالكامل هذا السبب اللي قاعدين يخليهم يروحون طيب، لماذا نقعدين يعيشون؟ المعيشة صعبة صعبة جودة الحياة بالصعبة طيب دائماً كنت أقول إنه اللي تحتاج السعودية إنها تقوم من النوم حتى كنا نتناقش هالهيام كنساكن في دبي يقولون مين بيكون إن هالدبي بالظل والأبوظبي والقطار والبحرين بترجع ولا كل الأمور دائماً في الحسبة ما كانت في الحسبة كنت أقول لهم تشوفوا انتوا كانوا ضيعون وقتكم انتوا الصغار اللعبوا والحين ترى عندكم العملاق النايم اللي جمكم ما دام هو نايم تقدرون تنافسون فيما بينكم بس إذا قام ترى بيسحب كل شيء بيسحب كل شيء؟ بيسحب كل شيء كل الأعمال الشركات الموجودة الشركات اللي هي في دبي أغلبهم طبعاً ما عندي الأرقام خلنا ننقول أغلبهم والعدد كبير منهم لخدمة السعودية كحكومة وكشركات وكاستثمارات كثير من الشركات المالية والبنوك لإدارة الثروات مكتبهم في دبي أو في البحرين ويديرون عملاءهم اللي بحينة؟ اللي بالسعودية فالحين يلا خلاص خلنا نروح ليش قاعدين يديرونش من دبي لأن أول ما كانت في القوانين لتسمح لهم أن يفتحون مكاتب حين بدأ القوانين تتغير بدأت البنوك والشركات الاستثمارية العالمية بدأت تفتح محلات لهم وبدأت تنفيذ الكثير من القوانين لتسهل هذه العملية وغير شركات الطاقة شكسب من شركات الطاقة اللي تقدم خدمات حق أرامكو وسابك كل خبراء موجودين ما في البحرين صح أو بالدبي بس كنت الأسبوع الماضي في دبي وجلس مدريش اللي خلاني كده بس جلسة طالع يعني كل الناس اللي في دبي جوا من كل العالم صحيح أوك وكلهم ما عندهم أساس يربطهم في دبي إلا الشي اللي جوا لي أجله وناجحة الناس جاية مبسوطة الناس تصرف في اقتصادها جاسي ينمو كل شيء بدأنا طالع ألقى مثلا برج خليفة بني الدولة اللي بنتها يعني صحيح عمار وسع عمار برضو صحيح الدولة اللي أساستها تلقى أغلب الشركات المراسة الشركة ثانية تلقى هذا تبع الدولة فالدولة هي اللي بنت كل المدينة بنت المولات، بنت القطار، بنت الشوارع، بنت المستشفيات بينما لو طالع مثلا في الشكل الاقتصادي المنطقي بالنسبة لي تجي طالع نيويورك نيويورك إنه الناس هاجرة إلى نيويورك بدأت تستثمر جابت فلوس، ربحت، زادت استثمارها بنت أكبر، ربحت الناس تجوا وشافهم إنه في مكان هناك وطلعت مدينة طبيعية اللي في دبي ما فيه ولا اقتصادي ممكن يقتنع إنه هذا الشكل منطقي إنه الدولة تسوي كل شيء وإنه الناس بتجي مو إنه الناس اللي بتسويه وبعدين يتنافسهم فيما بينهم كل واحد يسويه أحسن ومع ذلك ناجح يعني فمستغرب كيف قدرت إنها تسوي هذا الشيء؟ وهل هو منطقي اقتصاديا إنه يصير بهذا الشكل؟ ومنطقي جدا كيف أقول لك واجب الدولة أنت تدخل في الاقتصاد بصورة عامة أتكلم عنها هي تكون مسؤولة عن القطاعات الحيوية غير الربحية إذا شي ما يطلع لك فلوس صعب تقول حق القطاع الخاص تعال تبار طعب فلوسك منطق فلازم هي تسوي هالشيء أو أنواع الاستثمارات اللي مردودها إما يكون على فترة طويلة عشرين سنة ثلاثين سنة قطاع الحقاص ما يتحمله أو مردوده يكون غير مالي تسويقي على برج خليفة المردودة تسويقي لأن بناء البرج ما كان السبب علشان يسويون الفلوس علشان يطلعون يبرزون اسم دبي طلعون اسم دبي هذا لا قيمة وما عارفين سووا هالشيء بعد يمكن عشرين سنة ثلاثين سنة بيكون في برج ثاني أطول منهم بيأخذه من هالشيء فعندهم عشرين ثلاثين سنة يستخدمون فالحكومة هناك بدأت تسوي هالأمور التنموية الحيوية القطاع الخاص اللي ما يقدر على أساس النبعة فترة تقدر تتخارج منها على سبيل المثال الشوارع اللي بنتها هكثر الشوارع اللي بنتها تباين خلال الفترة الأخيرة كان متى 2010 2011 2012 2013 إلى 2016 بناء عدد كبير من الشوارع والتقاطعات والقناة اللي حلتها وحطه شنو عليه نظام سالك اللي على كل اللفة أربع ريال أربع دراهم سخونك عليه الآن شنو قاعد نسوون هالنظام نظام سالك اللي عندهم بيسوون لـ IPO بحق يكون المردود مالا بس شوف متى كان لستة 2010 2010 2011 إلى الآن كلمة عدد 12 سنة لما يصور التخارج فهم يسوون هالشي في أمريكا لا الحكومة تسوي سنترال بارك هي كان من الحكومة مدينة نيويورك هي اللي سوى خدت قطعة الأرض نظمتها راتبتها قالت إن هاي بنسوي حديقة بس والأراضي اللي حوالها تقدر تبيع وتشتري فعلا الناس جاءوا ولكن شنو دفعوا ضرائب معدل الضرائب الموجودة في نيويورك عالة جدا بمقارنة في أمريكا نفسها من أعلى المستويات هالفلوس عملوا السبوي في أمريكا السبوي ما يطلع لهم فلوس نساطي يحتاج النقل العام التعليم كل هالأموه هذا مونيقتونا من الضرائب احنا ما عندنا الضرائب بنفس الكمية الموجودة ولكن عندنا الدخل من شنو؟ بترول صحيح فيعود هذا النقص فالضرائب ليس مرتفعة لأن الحكومة عندها مصدر دخل آخر لو هنا مثلين نجيه هنا بالسعودية لو تشوف المشاريع الحكومية اللي كانت تتخذها ومشاريع الكبرى مستحيل القطاع الخاصة سويها نيوم على سبيل المثال تروح جمع لك كل المستثمين يقولهم تعالي بنبني ويا بعض مدينة في نيوم محل بيقول لك مدينة صحراء هناك لا في بنية تحتية ولا شيء لا عندنا الحكومة لأنها عندها القدرة وعندها الصبر وعندها نظرة ليس فقط نظرة مالية عندها نظرة تسويقية جودة الحياة وإلى آخر أوكي أنا بسوي هالشيء مشاريع البحر الأحمر نفس الشيء مشاريع البحر الأحمر في قطاع الضيافة نحن ما عندنا التاريخ تشغيلي في الضيافة لو تروح في دبي قطاع الخاص وكلا تعب سوي هوتيل على البحر في جومير وإلى آخر أوكي ترى عندنا عندهم عشر سنين خمسة عشر سنة يقدرون يعرفون عدد المسافرين الأجانبك عاديهم وجدوها الاقتصادية وجدوها الاقتصادية نحن ما عادلنا طيب في أسئلة كثيرة لا أنا ما نعرف إجابتها كيف تقدر تجذب الأجانب النهيون عندك شون الخدمات اللي بتقدمها هل جميع الخدمات بتكون متاحة ولا بعضها الأجوة ما حد يعرفها لحين بس النظرة النظرة الاقتصادية الشمولية من الدولة لا أنا بسعودية تكون أيضا مصدر للسياحة أو منبع للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية بس مو الشكل المثالي اللي دايما الناس تقوله أنه دور الحكومة يقتصر على التشريع فيتسهل للسياحة أنهم يدخلون تضمن الأشياء الأساسية من البنى التحتية وتأخذ عليها طبعا ضرائب وغيرها ودور الاقتصاد ودور القطاع الخاص أنه هو اللي يتحرك هو اللي يبني إذن يعني كل الأبراج الموجودة في أمريكا أو حتى في بريطانيا وغيرها كلها بنيها للقطاع الخاص وتسوق للندن أو باريس بشكل أو بآخر بس أنه القطاع خاص هذا الشكل المثالي أنه القطاع الخاص يشتغل الحكومة تشرف وتشرع فقط فإذا القطاع خاص شاف أنه هذا مثالي مثالي حتى نيوم يعني نيوم مثلا في أمريكا فيه يظهر أنه مؤسس جت أتوقع أنها جت أو جت ناسي والله بس اللي أنه واحدة من الشركات اشترتها والمارت الحين جاسب ويبني مدينة جديدة مستقبلي بخمسمائة مليار برضه فالقطاع الخاص قادر على أن يبني إذا توفرت التشريعات والمكان المناسبة هذا ناس كثيرين تقول كده على هذا الموضوع ما في ولا مثال في أي مدينة في العالم أنه تم إنشاؤها والاستثمار فيها بشكل كبير في البداية عن طريق القطاع الخاص هذه ترى ما أصارت حتى المدن الطبية المثال نشوفها في تكساس في مدينة الطبية معروفة هناك كانت عن طريق الدعم الحكومي على الأقل في بداء الانتوسع في مدينة مشهورة في كوريا الجنوبية نفس الموضوع الحكومة شرعت ولكن فتحت القطاع الخاص ونحن عندها مشاكل مشاكل كبيرة وعلى التاريخ لنشوف المدن الجديدة إذا ما يكون وراها دعم حكومي هائل ما بتنجح مثلا سان بيترسبيرغ العاصمة روسيا السابقة كانت مستنقعة يا بيتر ذي جريت قال أنا بسويلي مدينة جديدة هناك وعطت دعم الحكومي الكامل أن يتم بناء مدينة سان بيترسبيرغ ونفس الشيء واشنطن العاصمة ما كانت ولا شيء أيضا مستنقعة كانت قيلت الحكومة قالت لا أنا بحط المبنى الإداري الفدرالي هناك وبابني وهل ما جرى دور الحكومة ربما يعتمد على أي نظام قاعدين نتكلم عنك النظام رأسمالي ولا نظام اشتراكي ولا شيوعي ولكن حتى في الرأس المالية المفهومة الحالي دور الحكومة هو دور التشريع والرقابة والدعم للمشاريع طيب هالدعم في أنواع مختلفة كيفية الدعم يكون بعضهم أحيانا دعم نقدي الحكومة أنا مثل ما أمريكا سوى في قبل فترة دعم أجباه الموصلات أنا هالقطاع حيوي حق أمريكا أنا بادعم بادعمه كيف هل توفر المبالغ للشركات أن يذهبون إذا ما عندك الشركات أمريكا عندها الشركات تحتاج الدعم بكرة مثلا أبسط مثال أعطيك يد الحكومة الأمريكية أنا بادعم صناعة السيارات الكهربائية عندها عشرين ثلاثين شركة قاعد تسوي هالشياء في أمريكا تقدر تأخذ تعطي باكيج معين وتساعدهم في النمو إذا إحنا قررنا هالشياء عندنا سيارة كهربائية عندنا شركة قاعدة في السيارة الكهربائية ما عندنا تروح وتقول حق أي من الشركات الخاصة بتعال ابني شيرك كهربائي بيقول نحن ما عارف كيف بصير أحتاج الدعم في عصر رقمي متغير باستمرار المواكبة هي أساس النجاح ولأننا رواد المستقبل الرقمي نوظف خبراتنا وقدراتنا لنمكن نبتكر نبدع في تبني أحدث التقنيات وتوفير الحلول بكفاءة وذكاء سلوشنز باي اس تي سي موسيقى موسيقى فلو حتى لو نروح نشوف الدعم اللي قاعدة تقدمن حكومة أنا طيب ما عندنا شيء أنا أصلا نبني عليه إذا في الدول الغربية عندك الأشياء تقدر تبني عليها مثل إيش؟ يعني كحجم اختصال وكفكرة وكتجربة لو أنت يقول لك أي شيء أي فكرة اللي عندك في أمريكا هل في جدوى منها ولا لا بتحصل الأمثلة من سياحة من طاقة من خدمات المالية من أي نوع اللي عندك بحكم حجمها وحكم تاريخها كل هالأمور موجودة طيب إحنا بالسعود هذا أمور غير موجودة كثير من الأمور غير موجودة طيب سياحة دينية رغم تحفظه على كلمة سياحة دينية ليه؟ يعني مو بسياحة الناس مو قاعدة تروح مكة ومدينة من أجل السياحة سياحة هو ترفيحة عن النفس يروحون هناك العبادة موش المسترحة ليت؟ الله ما عرف نسأل شيوخ الدين وهو أعلم بالله فتقول مثل هذه؟ طيب عندنا إحنا الخبرة في هذا الشيء في هذا النوع من أنواع طيب بقية الأمور ما عندنا الطاقة عندنا في الطاقة الألم لأننا نسوي شيء في الطاقة شركات سعودية موجودة على مستوى عالمي مثل رامكو غير رامكو غير رامكو غير رامكو والشركات والخدمات التي تقدم الخدمات لهذه الشركات وحتى لو ترى الحكومة بدت تقلل من نسبتها لو تأخذ كمنظور عام تشوف الحكومة قاعدة تتخارج من الشركات التي أثبتت فعاليتها وأدت الدور الموفوض للنديرة تطلع منها أرامكو كسبيل المثال قبل سبوع أو سبوعين موضوع تداول الحكومة بدأت عن طريق صندوق للإستمارات العامة تتخارج منها وفي عدة أمثلة موجودة في السوق كيف أنه بعد ما شركة تنضج وتطلع تم الإدراج تطلع منها الحكومة تأخذ هذه الأموال وتعيد استثمارها في أفكار جديدة تصير سيارات الكهربائية لفكرة جديدة الأشياء اللي مو موجودة غير موضوع النيوم غير موضوع البحر الأحمر غير المشاريع الأخرى الموجودة بس ما هي النظام في الخليج؟ هل هو نظام رأسمالي أو الاشتراكي؟ لا هذا ولا هذا أعتقد فيه احترام للملكية الخاصة فيه دور كبير للحكومة في اقتصاد الدولة وهذا عنده فيه عدة أسباب أسباب تاريخية وأسباب محلية أنه قاعدة تتغير أسباب التاريخية أنه عدد السكان نحن صغير مقارنة بالإرادات اللي كانت تجينا تاريخياً بالبترون فأنت تحتاج عدد السكان أن يكبر بحيث أن الاقتصاد يكبر بحيث أن يستوعب هذه المبالغ وتعيد استثمارها إذا عندك دولة بحجم سكان مليون شو الفكرة بتسوي فيها يعني؟ غير ما عندك دولة بحجم سكان مئتين مليون ولا ثلاثمائة مليون ففي السابق جميع الأموال من النفط والله الحمد يتم إداراتها عن طريق الاستثمار في سندات الخزينة شذي عندك الكويت عندهم صندوق السيادية أبوظبي، دبي، بحرين، قطار، عمان، سعودية من أجل استثمار هذا الفائض لأنه ما عندك فرص، شو بتسوي فيه؟ فالحين هلأمو بلا تتغيّع عدد السكان كبر الإرادات المتوقعة للنفط في المستقبل بتنخفض فيجب الحين الاستثمار في الدولة في المشاريع اللي تقدر تنفع الدولة وتنفع أيضاً المواطن من أجل الاستثمار بس هذا النظام مش بيكون يعني اللي إحنا اليوم هو أقرب من الرأس المالية من الشيوعية نترى النظام عجيم لا يوجد الحين أي شيء يسمى رأس مالي أو نظام رأس مالي قوح بعدها تغيرت كل فترة وفترة يعني في أمريكا صار العكس أن الحكومة كل سنة وسنة تدخل أكثر في رسم رسم الاقتصاد لو قلنا احنا قلنا كرأس دولة رأس مالية قوحها المرفوضة أمريكا، الحكومة الأمريكية ما تطلع قانون أشبه الموصلات إذا تكلمنا كنظام رأس مالي، خل الشركات تسوي على حي شيء أنا مالي شغل بس يمخلية الشركات اللهم أنها تدعم تدعم طيب، ليش تدعم؟ ليش تدعم السيارات الكهربائية؟ هذا تدخل حكومي في القطاع الخاص طب ومتى كان جل الاقتصاد حر بالكامل؟ يعني نقول في 1870-1860 في أمريكا، ميلادي طبعاً هذا اللي كان تقدر تقول أن رأس مالي قوح حتى من البدايات، حتى في بدايات أمريكا كان فيه نزاع كبير يعني بعد ثورة الاستقلال السبوعة وبين الأقطاب والمؤسسين الدولة الأمريكية الفيدراليين اللي قالوا لا لازم الحكومة تكون لها دخل وتساعد يكون في مركزية وكان عندك الجزء الآخر الحزب الآخر اللي كان يقول لا والحزب الجمهوري أن لا ما نبغي أي تدخل للحكومة طبعاً جمهور الحزب الجمهوري هذا يختلف عن حزب الجمهوري الحين بس لا يزال الجمهوري إلى الآن يهميه أكثر لأن الحكومة ما تدخل بالصدفة، يعني لأن حزب الجمهوري انتهى حك فترة ورجع مرة ثانية فاللي صار أنه حتى في البداية كان هناك صراع على الموضوع في البدايات انتهى لا نخلي دولة لمركزية أن دولة الأمريكية في تلك الفترة هو الدفاع عن الأراضي الأمريكية والحروب والجمرك فقط، يعني ما كان في جيش أمريكي حتى لدرجة أنه كان ينظرون موضوع أن الجيش الأمريكي لا، هذا ضد الحرية أتكلم على عددهم بالآلاف أو بالمئات يعني شيء شذين رقم سخيف جداً كانوا يعتمدون على الميليشيز أنه صارت شيء خلاص شوف من الأمريكان نروح ندربهم نعطيهم بنادق وهذا خلاص صير الحروب وإلى آخر فحتى في بدايات، يعني في بداية الدولة الأمريكية كانت موضوع أن أبعد الدولة عن الحياة العامة والخاصة بشكل كبير لشوي شوي 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 خصوصاً مع المشاكل التي كانت تصيد الاقتصاد الأمريكي بحكم عدم وجود نظام مركزي للحماية حماية الأموال استدعى تدخل الحكومة على عدة مرات يعني بنك المركز الأمريكي طلعوا ثلاث مرات كل مرة يطلع يستمر حين عشر سنوات إليك رئيس حكومة يقول لك لا هذا التدخل من الحكومة في القطاع الخاص يجب أن نسكه فالنظام الفدرال الإحضيات الموجود حالياً ما تم إلا في 1913 1913 قبل الحرب العالمية الأولى بسنة واحدة الفكر الاقتصادي كفكر ايديولوجي اقتصادي أساسها تتروح حق سكوتلندي ماد انجليزي عدم سمث هذا الوضع اللبنة الأساسية للفكرة الاقتصادية للرأسمالية إن الحكومة ما تعرف شن الشعب المستهلك اللي يبغي القطاع الخاص هو اللي يعرف بهذه الأمور لأنه حط فلوسه في الموضوع فهذه كانت البداية في القرن الثامن عشر واللي ساعد على هذا الشيء هو طبعاً انتشار عصر الاكتشاف اللي صار في أوروبا لمدة الأوروبية كلهم اتشفون دول العالم اللي يروحون يبلك الذهب والفضل من أمريكا لأوروبا يبيعونه في آسيا فشجع لهذا النظام ميلتون فريدمن هو كان جزء من مدرسة شيكاغو إنه كانت ردة فعل للأمور الحكومة اللي سوتها اثناء الكساد العظيم وصار الكساد العظيم في بداياته الحكومة كانت تدخل حتى لو في 1931 كانت صور انتخابات ما بين روزفيلت واللي قبله سألوه قبله قالوا طيب شنو برنامجك الانتخاب عشان طلع اقتصاد من المأساة الموجودة قالوا ولا شيء الاقتصاد بحل نفسه بنفسه هنا روزفيلت قال لا لاحظة مو بطريقة صحيحة بدأ شوي شوي طلع قوانين جديدة جديدة من الضمان الاجتماعي من الدعم لقطاع الاسكان وإلى آخر يعمل أشياء كثيرة خلال تلك الفترة يعني بدأت تدخل الحكومة بشكل كبير في الاختصاد وانت تشوف انه تدخل الحكومة مفيد دائما؟ ما في شيء دائما صح أو دائما غلط فما تيصير صح إنه تيصير غطاء ومثل ما قلنا لو احنا نحدد شنو هو دور الدورة مثل ما قلت أنت قبل شوي التشريع هذا مهم الرقابة نكلم كدور رقابة بالاختصاد يعني وأيضا الاستثمارات اللي ما يتحملها القطاع الخاص نحن الجزء الثالث هذي يعتمد من دولة لدولة القطاع الخاص يمكن يتحملها في أمريكا بس في السعودية ما يتحملها يمكن السعودية تحمل في أمريكا ما يتحملها يعني مثلا هنا يمكن تقدر يقول حين شركة أرامكو صجد حكومة تملك النسبة الكبرى ولكن هي شركة خاصة الحين فإذا عندك أنت مشروع في الطاقة تقول خلي أرامكو تسوي في أمريكا في أرامكو ما في فيها شركات متعددة الجنسيات يشتغلون في موضوع التنقيب عن النفط وتحط عندهم شروط معينة بسهلة تعتقد لون السعودية مخلي إياه أنه شركات تقدر تنقب عن النفط وتصدرون وتكررها وأنا كحكومة أخذ عليها ضريبة بيكون أكثر جدوى من وجود شركة تملك الدولة؟ لا يعني مو مجال المقارنة ما بيننا أحنا وبينهم هما لأنه ما عندهم تاريخ مختلف عن تاريخنا ولكن حتى في القطاعات الحيوية نتكلم عن القطاعات الحيوية أشتغلت القطاعات الحيوية أقول لك أحنا في القطاعات الحيوية لازم الدولة يكون فيها يد بشكل من الأشكال القطاعات الحيوية تنقسم إلى قسمين إما حيوي بالنسبة لأمن الدولة أو يكون حيوي بالنسبة لأقتصاد النفط يعتبر بالنسبة لنا هذا من الأمن القومي بالنسبة لنا إحنا ما تبيت أعطي هذا الموضوع النفط الذعب لعندنا لشركات أجنبية تتحكم فيه ممكن شركات محلية كيف تحكم بالشركات المحلية؟ هذا يقول لك فهذا جزء الجزء الثاني ننتكلم عنه من الجزء الحيوي في قطاعات معينة ليس من الجيد أن يكون فيها عدة شركات تشتغل فيه بسبب حجم الاستثمارات بسبب عدم توزيع المصاريف وزارة المصاريف أعطيك سبيل المثال ليش في السعودي عندنا ثلاث شركات اتصالات؟ ليش ما عندنا أربعة، خمسة، ستة، سبعة، عشرة؟ يعني إحنا عندنا الثلاثة الأساسية وفيه بار ثلاثة أو أربعة افتراضية اللي فيرجن وليبرا وغيرها صحي، ليش مو موجود عشرين شركة في الموضوع؟ ما نريها يمكن الجد والاقتصادية في الشركات ما تبقى تدخل لأنك أنت ما تبيت تسوي يكون عندك عشرين عشرين من الألياف البصرية اللي تربط المدن إذا كل شركة راح تكون عندها شركة هي الألياف البصرية وأبراج الابتصال الخاصة فيها التكلفة الإجمالية تكون كثيرة على الجميع فشي يسوون؟ يقول لك أوكي أنا بحدد عدد الشركات اللي تكون موجودة وبراقبة وتكون تحت المراقبة وبعطيها صلاحيات معينة وبشروط معينة يعني مثلاً إذا أي من الشركات راح تسوت برج اتصالات يقول أوكي تيدع تبني برج الاتصالات بس جزء منه تلازم تروح تأجره على الشركة الفلانية والعلانية بأسعار السوق ليش؟ عشان ذلك ما يروحون يبنون أيضاً أبراج الاتصالات أخرى تخيل ليكون عندك عشرين برج الاتصال على شارع واحد لأن عندك مختلف الشركة صحي هم نطبق في السعودية على الألياف البصرية فأي شركة يعني توقع أنه نفذ القانون في السنة الماضية واللي قبلها قريب يعني فصار يمديك يعني بغض النظر عن الشركة المزودة اللي بنت الألياف ممكن تاخذ من أي شركة ثانية صحي ويعطيك ما يقول لك لا فهنا دور مشهلة بس مفترض أن دور الشركات أو السوق إنه إياحكم يعني إذا الشركات إذا السوق هذا مجدي فستبقى الشركات إذا السوق غير مجدي تطع الشركات صحي والحكومة ما تقول لك لا ما تقدر لازم تحصل لك تعطيك رخصة صحي عشان تحصل لرخصة في مطلبات عندهم مطلبات كثيرة إذا أنت استوفيت جميع المطلبات تقدر ما أحد يقول لك لا ولكن إذا أنت ما تقدر تستوفي وما عندك الرأس المال الكافي وما عندك القدرة على الالتزام بكل هالشروط شون بسيطة؟ قل لك لا ما تقدر هذا نوع من نظام التشريع البنوك مثال آخر كم عندنا بنك في السعودية؟ 11 بنك؟ 12 بنك؟ ماذا ما عندنا نمية بنك؟ نفس الشيء البنك المركزي حط لك شروط معينة قل لك تبي سوي لك بنك؟ هذه هي شروطي لازم تتلزم من حجم كفاءة الرأس المال العمش والخطة بين البتيب والآخر ليش؟ لأن لو بسبب الترابط والبنوك فيما بينها وبينها لو انهار أي بنك لأي سبب من الأسباب وهو يسبب لك حالة ذعر وهلاء كبيرة تخلي النظام البنكي بالكامل لنين هارا مثل ما صار في أمريكا في 2007 إلى 2009 وصيبت بعض البنوك بالمشاكل حتى لأن هذه المشاكل موجودة في البنوك السيئة خلنا نسميها البنوك الزينة ما فيها شيء مثل أن الخوف من هالشيء انتشر إلى البنوك الزينة فتأثر النظام البنكي بالكامل وأدى فينا إلى شنو الأسوأ كساد اقتصادي من أيام الكساد العظيم اللي صار في الثلاثين نيام فالقطاعات الحيوية يكون عليها رقابة أكثر إشراف أكثر وشروط أكثر وتدخل حكومي أكثر إذا أنت بتسوي لك كوفي شوب ولا مطعم الشروط قليلة ما بسيطة وواضحة بس أنك معايير الصحة والسلامة إلى آخر أي حد يقدير التزم فيه ليش؟ لأن إذا أنت خلنا نقول فلان لو تعثر أو أفلس وجود عدم وجود هذا المقهى ما بيأثر على الناس بكرة الشركات الاتصالات اللي عندنا لو واحد أو أثنين منهم أفلسوا شنو بيصير شنو؟ فدائما الحكومات تحط في بالها أن لو صار ما لا خطر في الحزبان كيف يكون تأثيرها على الاقتصاد وعلى المواطن؟ إذا بيكون تأثيرها كبير خلنا نحط الشرط معي هذا الجزء من السلاح الشرط هذه هي التشريعات صحيح بس متى يكون منطقي اقتصادياً أن الحكومات تنتقد من التشريعات إلى أنها تبدأ تنافس السوق؟ شو السعودية يعني الحكومات لأن ندخل موضوع التنافس المباشر يمكن ما بقل هذا هو الخط الأحمر ولكن هنا الأمور تبدو شوي مزعزعة نحن نتكلم الآن شنو هذا الخط شنو نقصد بيه التنافس المباشر هل الحكومة خنأخذ السعودية على سبيل المثال؟ هل الحكومة قاعد تنافس القطاع الخاص في تأسيس مدينة جديدة؟ هل في القطاع الخاص قاعد يسوي جزر على البحر الأحمر؟ لا المشاريع الكبرى من القدية وإلى آخر هل هي قاعدة تنافس القطاع الخاص؟ هل أصلاً قطاع الخاص أنه عنده القدرة المالية؟ لا لو بكرة مثلاً لو دخلت الحكومة وقالت خلاص أنا بأخذ وكالة تيوتا ولا جي أم بسوي أحسن من بقية الشركة يقول لك هاي لحظة هذا في منافسة مباشرة من القطاع الخاص لماذا قاعد تسوي؟ حتى في السيارات خذت فيه شنو؟ سيارات الكهربائية غير موجود عندنا طبعاً تقدر تستورد تسلا وإلى آخرها موجود بعضهم في السعودية ولكن ليس بالدرجة المطلوب وسيارات الكهربائية كانت موجودة من متى في أمريكا؟ عشر سنين، خمسة عشر سنة، ما ستسوي في القطاع الخاص أعطنا أي نوع من الشركات اللي تقوم بها إما حكومة أو الهيات الحكومية أو حتى صندوق الاستثمارات العامة ولا واحدة منهم تنافس منافسة مباشرة أي نوع من القطاع الخاص شركة اللي يأتي في بالي زي شركة القهوة السعودية؟ نعم هذا الغرض خاص والغرض معين أقول لك الموضوع الخط هل هو منافسة مباشرة ولا لا خط غير دقيق يمكن يصير ويمكن ما يصير ولكن لو نأخذ بإجمالي المبالغ الموجودة وإجمال الجهد المطلوب نقدر نقول بأريحية أن الغالبية العظمى من هذه المشاريع الحكومية والهيات الحكومية لا تنافس القطاع الخاص منافسة مباشرة طبعاً أكيد بيتيب سيارات كهربائية معنات أنا ما باشتري تيوت أم باشتري هذه بس هذه منافسة غير مباشرة وإذا الحكومة قالت لنا شي نترا هي قاعدة علشان ما تنجح الفكرة وبعتما تطلع مثل تداول أنا أسألك سؤال ثاني ليش إحنا عندنا بس منصة واحدة للتداول ما أدري بس هل في تشريعات تسمح للقطاع الخاص بأنه هنا شيء برصة؟ والصراحة مو متأكد بس لو نروح يعني أحياناً تكون التشريعات ما تسمح للقطاع الخاص أصلاً أنه يدخل لأسباب معينة يمكن الأسباب معينة مثل ما قد تمكن تتعلق بالأمن الوطني للسبب معي أو لآخر أو يمكن التكلفة البنية التحتية لإنشاء واحد ثاني أو ثالث يمكن أن يكون عالية بحيث أن تضر المواطن يكون التكلفة على المواطن أعلى على سبيل المثال أنا صراحة مو متعمق بس حتى لو تشوف على مستوى العالم أمريكا بكبرها عندك منصتين رئيسيتين اللي نيويورك ستاك الشينج والناس تاك طبعاً عندك منصات صغيرة وكل هالأمور ولكن أمريكا بكبرها عندك اثنين بريطانيا عندك واحدة أوروبا بالكامل عندها واحدة طبعاً عندهم منصات أصغر وأصغر بس أنت دقاعد في اقتصاد حجمي إن شاء الله بيكون ترليون بنهاية السنة هل يلزمك يكون عندك اثنين ولا ثلاث ولا أربع منصات؟ هل هذا مناسب لإقتصاد ولا لا؟ هم عندهم المعلومات هم اللي يقدرون يقررون متى الوقت المناسب يمكن هذا شيء موجود عندهم قد ندرسون إن إذا وصل حجم التداولات الموجودة اللي عندنا عدد كبير وعدد الشركات الموجودة عندنا نتمثل الاقتصاد ويحتاج إنه يكون فيه عمق ممكن نسوي برصة ثانية يلا ثري تو وان يا هلا والله أنا خاذق أحطاني وأنا عبيد الله ليسي بدأنا معكم مرتدة البودكاست الرياضي اللي حلل أهم أحداث الكرة السعودية كسبنا من خلال أثقتكم وتفاعلكم والمركز الأول في كل حلقة والشيء خلانا نطمح بنا نتقدم خطوة المنديال هو أكبر موسم درامي من يوم إن ولدت الكرة قبل 150 سنة بدأت فيه مسيرة هونالدو وريبري وأوزيل وانتهت فيه بنهاية درامية ومأساوية مسيرة لاعب عظيم مثل زينتين زيدان عشان كذا قررنا ناخذ خطوها جديدة ونكون معكم صوتاً وصورة في المنديال 2022 الحدث النادر في كل شيء تقريباً هذه أول مرة يقام في بلاد عربية هذه أيضاً أول مرة يقام بتوقيتنا الشتوي والأهم من ذلك أن هذا المنديال هو بمثابة الرقصة الأخيرة للاعبين عظيمين جداً بقيمة كريستيان ورونالدو وليوني الميسي راح نحلل معاكم أفكار مدربية ونقف فيها على كل جملة ورسم تكتيكي ونقف بشكل أكبر مع منتخابنا الوطني اللي بيشارك للمرة السادسة وحنستمتع كلنا جميعاً بأجواء منديال 2022 بطريقتنا اللي تعودتم عليها وحبيتوها كوب كهوة وسواليف بتحليل الدقيق وأرقام مستدلبها تابعونا في بودكاست مرسدة على قنوات 8 في منصات البودكاست واليوتيوب طيب أود دخل على الأقتصادات العالمية بس قبلها أود الاقتصادات القوية في المنطقة اليوم واضح في منافسة شريسة وقوية ومحتديمة بين الرياض والدبي كيف تقرأ مستقبلها؟ هل تقدر الرياض تسحب كل الشركات زي ما تخطط؟ ممكن أنا أختلف بهذه النقطة على السبب الأساسي أي نقطة بستخدر؟ على هذا الموضوع هل هناك تنافس ما بين الدول في المنطقة الوحدة؟ دعنا نضع الأولويات نقطة مهمة نقطة مهمة وكما يقولون أن الاقتصاد المملكة هو أكبر اقتصاد دعنا نقول في الخليج وفي الشرق الأوسط في الدول الخليجية طبعا رقم 2 هو الإمارات بعدين عندك بقية الدول الخليجية الأخرى واللي صغيرة فعندك أنت اقتصادين كل واحدة فيهم أنها قاعدة تنافس أنها تحاول أنها تقدم شيء جديد ولكن في نفس الوقت الفرصة مو محصورة فقط أن أنا آخذ من هالمدينة أو هي تاخذ من هالمدينة نحن مو قاعدين نتكلم عن وجود نقطتين ولا مجموعة صغيرة من المجوهرات والكنز أن عندك مدينتين أنهم يروحون لا الفرص الموجودة هي فرص عالمية فاللي تقدر تسويه مو بالشرط أن أنا آخذ من دبي عشان أنا أنجح طيب ممكن أن أخذ العالم كله يكون عندي على سبيل المثال هذه النقطة والنقطة الثانية نمو السعودية في فائدة الإمارات والنمو الإمارات في فائدة السعودية عدة جهات سأعطيك مثال الواردات السعودية عن طريق البحارث تأتي أكثر من ميناء جدة الإسلامي وميناء الدماء والجبل يمكن أن يطرف جزء معين تدم حق الأفراد وأيضاً ميناء جبل علي طيب إذا ميناء جبل علي كبر كحجم وبداية تسقبل حاويات أكثر معناته أنها تقدر تتيب الواردات بطريقة أرخص إلى المملكة صحيح كل هذه المشاريع تحتاج إلى خبرات موجودة مو بشرط أن جميع الخبرات بيقولون أحنا بروح بننتقل بالرياض بعضهم يقولون لا أحنا بنكون في دبي على سبيل المثال أو في البحرين على سبيل المثال فالمشاريع قاعدة ترتفع بالسعودية الطلب كعقار أو كأفراد أو كناس اللي تعيش في دبي أيضاً بيرتفع فصار الفائدة للجميع أنا بشكل فردي وشخصي أحد المستفيدين الاقتصاد السعودي قاعد ينمو قاعد يصير أحسن قاعد يصير أقوى في فرص موجودة واحد بحريني كان يشتغل بالرياض فنمو السعودية خصوصاً بالحجم أنا قاعد يتكلم عنه هذا بيفرض عليه أن الجميع يستفيد منه من بحرين من أمان من الإمارات غير المشاريع خلال فترة راحت سعودية وأمان المشاريع اللي قاعد يسوونها مع بعض ممكن هذه المشاريع قبل ما كانت تصير ولكن بسبب النمو الاقتصاد السعودي لا بدأنا قاعد نسوي هذا الشيء فدائما نقول أن النظرة ليست فقط بالكم من المجاهرات اللي عندنا أن كل واحد يريد أن يأخذ الحساب الثاني لا المجاهرات ترى موجودة في كل حل حيث أن نمو السعودية يكون لفائدة بقية دول المنطقة والعكس صحيح صحيح بس 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 اذا كنت جيت من دبي او من البحرين الى الرياض ايه فهذا أخذك من هناك الى هنا صحيح أقدر أقول أن بدون وجود اقتصاد السعودية يمكن أن تكون مالا هدف وجودهم في دبي فإذا انتقالهم من دبي إلى الرياض لا يعني أن يكون هناك حاجة لوجودهم في دبي أصلا فما هو بهذا الشكل المريل لكن ليس بالكلب ينتقلون الحكومة أعلنت أنه اللي لا ينتقل ما رح تشتغل معه معجاعة الحكومية بس كبش يتكلمنا أن كل اللي في السعودية كلها تدير الحكومة يعني تدير الحكومة جزء كبير مننا اي يعني فمعظم الاقتصاد يمكن 95% من الاقتصاد تدير الحكومة أو الشركات اللي ممكن تتعاقد مع تلك الشركات هي مدارة من الشركات الحكومية سواء نتابع للصندوق الستمارات العامة أو غير طيب خاننا أعطيك نقطة مهمة خاننا أعطيك مثال عشان توضع يعني خاننا نقول لها شركة موجودة في دبي عندها 50 موظف لخدمة المنطقة بالكامل ليس فقط السعودية صار النمو في السعودية صار من هالخمسين موظف يحتاجون عشرين موظف صار عندك سبعين موظف علشان الخدمة الإضافية حق المنملكة طبعا هالعشرين موظف الزود اللي جلب لسبب ارتفاع الطلب من السعودية يمكن الشركة الموجودة في دبي يقول طيب انتوا عشرة منكم روحوا الرياض فالرياض استفادت دبي استفادت العشرة ذالين ممكن يكونوا من باكوفس من العمليات من قسم العمليات اللي ما يحتاج وجودهم يكون موجود بالرياض على سبيل المثال لك خلاص انت تم بالدبي وكملوا انتوا في الدبي لان قسم العمليات ما يخدم فقط السعودية يخدم أيضا بقية المنطقة التي تدار من دبي على سبيل المثال بس القرار كان اذا ما انتقل المقر الرئيسي الى الرياض بغض النظر عن العدد يجب ان المقر الرئيسي يكون بالرياض من أي مكان سواء دبي ولا البحرين ولا أي مكان صحيح ولا يتوقف التعامل معه نهائيا بيناير عشرين وعشرين صحيح فما ينفع انهم بس ينتقل شوية منهم هالي المفوض شنو اللي يصير نتكلم عنهم شنو حيثيات التعريف للمكتب الرئيسي على قل بالنسبة لي انا مواضحة عرفتها الهيئة عرفتها الهيئة بس هل تخصي طيب انا عندي على سبيل المثال خلنا نقول انا شركة لوجستيكس عندي مئة موظف الهيدكوارتر موجودين بالدبي عشرة بالمئة من الخدمة لقدمها هي السعودية طيب انا حول حولهم كلهم للرياض متى احولهم مباشرة هل الموضوع وفقت الهيدكوارتر كاسم ولا كعدد الموظفين هل اذا انا مثلا حولتهم كلهم بالرياض وفتحت عشرة موظفين في دبي يصير ولا ما يصير او اول عشرة منهم الرؤساء في الرياض اسميها الهيدكوارتر يكون عندي مئة موظف في دبي هل هذا تحقق ولا ما تحقق وتوقع اذا الرؤساء انتقلوا به يتحقق وهو هو التحدي الكبير ونشوف المنظور على منظور طويل على الامد الطويل اخرتها شركات اللي بتشوف ان اغلب عملياتها هي المملكة وصارت في جودة الحياة الموجودة وفي المكاتن واحد يقرر يستعجر الشركة بروح تقول طيب كل الشغلي انا بالسعودية ليش روح نص موظفين يروحوني هني وانا خلاص بسك دبي ولكن ايضا بتصك دبي بتقوم محلها الاقتصاد بيكون قاعد ينمو قدم خدمات جديدة الاقتصاد بحيث ان بقية الدول المنطقة ايضا تستفيد منها فاقول لك فهو ممكن ينقل الى الرياض ويخدم بقية الدول اللي كان يخدمها لانا المسافة ما تعتبرها قلعا صح صح فوش الشكل اللي بتصير عليها وقتها والله ان هالأمور قد تتغير بشكل يومي صعب التنبؤ بشنو اللي يكون المفروض بس من ناحية العملية من ناحية العقلية والمنطقية الرياض ما تحتاج ان تكون مثل دبي حالا من ناحية جودة الحياة الاشياء الموجودة في دبي يكون لازم يكون بالضبط موجودة بالرياض علشان الناس تنتقل هذا ليس شرق لان اخرتا انت مو قاعد تقارن نفس شي بالشي الناس فيه ناس قاعدة تشتغل في اماكن اخرى في العالم حياته مو مثل دبي وراضي ابوظبي مو مثل دبي بحرين مو مثل دبي لان كل الناس قاعدين نشتغلون عادي حياتهم ما عندهم اي مشكلة بحياتهم تكلم عن جودة حياة مو بالضرور يعني ناخذها عندي الليلية يعني مدرسة جيدة هذا جودة حياة عقارات رائعة يعني احيانا انا فكر في الرياض او بتخيل اني انا ملياردير خيال طبعا و جيت انتقلت ببنينها قريبا ان شاء الله ان شاء الله جيت الرياض و نسكن ابغى افخم شي في الحياة ما يعني خيارات ما تذكر بينما لو تروح دبيت خيارات خيارات لا تنتقل صحي صحي بس الاغلب الناس كلهم مليارديري مثلك لا لا ابغاك تاخذ اللي تبغى يعني لو تبغى مثلا مكتب الرياض المكاتف فيها عددها قليل الفنادق كم عدد الغرف الفندقية بقول لك ان القصد ان حالا لا يحتاج بس ان تحتاج في الرياضة الفنادق تحتاج ما اقول لك لا هذه النقطة تحتاج مدارس بأعلام الحين تحتاج الكمية التي تطلبها أولا عمليا غير منطقي انك تروح تبني كل هالأمور بالليلة وضحاها صحيح تقدر تبنيها على الفترة والحكومة قاعدة تبني وشجع القطاع الخاص على موضوع البناء والقطاع الخاص قاعدة تشوف هالأمور قاعدة تتغير فقاعدة تخل على استحياء مثل ما نقولون ما الذي يجعلها على استحياء أريد أن أفهم معضلة الخليج في القطاع الخاص لماذا القطاع الخاص عندنا في الخليج يعني إذا أضرب بمثال في أفضل شي تلقى يمكن أقول للحكير الشايع بس ذي كذا تجي كمثلة وتطالع وش اللي يقوم عليه الشايع يعني إما عقار أو امتياز لعلامات تجارية بس ما حد جالس يصنع شون يصنع خلانا أقول لك شون يصنع خيارات على سبيل المثال شون لو كوب يعني أي سي لو ميكروفون في الأشياء المخيطة يتم صناعتها يصنع ترى ما فيه ولا منتج الثقة خليجي خلني أفكر بس ما عليها القيمة بس ما عليها القيمة يعني منتج السعودي أو يعني يمكن نقول السعودي ما أدري البقية على الأرجح أنه ردي يعني فتلقى أنه المنتج الوطني حتى مثلا يتلقى هذا الرخيص فما فيه يعني ليش القطاع الخاص بهذه الرداءة لا حتى تروح القطاع الخاص في الصين محروفة أنه كثير من القطاع الخاص في الإنتاج الصناعي في الصين ردي فوكس كون خاص الخاص الخاص فوكس كون شركة مصنع فوكس كون علي بابا لا دلين غير فأقول لك منتن وين قاعد تشوف يعني ما عندنا علي بابا ما عندنا فوكس كون ما عندنا عندنا أرامكو عندنا ساب هذي سبع دولة هذي تبعنا كون ما يحكتنا هذا أنا اعتبرع طيب إلا أنا وانت ما قدرنا نصناك قطاع خاص جيد فأقول لك ليش ما نقدر بوكس كون يعني أحس أنه ما أدري مش كتخريد شي قطاع خاص لا أنا أقول لك ليش ما نقدر ليش ما أنا أقول لك شنو يحتاج خلنا أقول لك خلنا أخذ السيارات الكهربائية كمثال أبعد لو تبغل أحسن أحد كم تحتاج بس الأكيد إنها بيكون إن عندنا في الخليج الناس عندهم فلوس أكثر من اللي عند إيلان ماسك يوم بدأ تسلا أو يوم اشترى تسلا لا حتى الفلوس المثلا تسلا الحين تسلا أعلنت إنها بتبني ثانية ولا ثلاث مصانع عملاقة اللي رفقية ونطولها أطول حتى تسوي عملية تسويقية أطول من برج دبي بس بس إنها على الأرض نايمة على الأرض يعني اللي هي بالجيجا فاكتوري بالجيجا فاكتوري من وين جاب الفلوس هذي نعم جابه من لأنه عنده نظام رأسمالي عميق فلوس المستثمرين موجودة فلوس البنوك موجودة وفا تقدر هو جابك قدرة علشان إنه يبني على هالأمور فأولا تحتاج القدرة المالية بحيث إنك تقدر تبني تكلمها لشيء بالمليارات ما في أحد عنده هالكثر حتى على عندنا محد عنده مليارات هالكما كثير فلوسنا بس عندك المليارات حطة في مشروع واحد كم من واحد موجودة عنده تكلم على عشرات المليارات الدولارات إنه مستعد إنه يحط في مصنع هذا هو التحدي الأول التحدي الثاني طبعا مقارنة بأمريكا وأوروبا والصين كم عدد البنوك اللي تقدر تروح ترتب لك استثمار في مصنع إنتاج الشيارات الكهربائية تحتاج بالمليارات قليل فعندك التحديات من وجود الرأس المال ومن جمع ولكن هذا ليس فقط التحدي النهائي أو الكامل التحدي الأكبر لأنه بروح ببني شيارة كهربائية من يشتري مني أنا ونت بنشتري ليش لحين كما سعرها كما سعرها بس طبعا قبل شي لأرقائنا أني تطرحها يعني ما كانت موجودة عام 2007 وثمانية يوم بدأ تسلا يعني نتكلم بعد مرور أكثر من 15 سنة على وجود الشركة ففي البدايات ترى كانت أرقام بسيطة يعني مهي بالمليارات اللي اليوم نحتاجها صحيح بس ما حتى يسوي حتى في تسلا تدري إن الحكومة تعطيهم فلوس على موضوع الإنبيعات الكربونية صحيح بان كردت نروح نشتروه طيب هذا دعم حكومي هنقطاع الحكومة الدخلات وتعطي فلوس صحيح وحتى سبيس اكس ما كانت بتكون إلا بدعم الحكومة لها ولا كانت بتفلس صحيح فعندك دعم في المشاريع الجديدة لازم يكون عندك دعم فعطني مشروع خديجي يملكه فرد تقول هذا يا أخي هذا رائع غير راجح يلا أبا خلي الراجح إنه منتاز احنا ما نقدر في والنعم فيهم والنعم فيهم لا اللي والبنك أنا ما يدخبه شيء والنعم في البنك وكل البنوك الموجودة بالمملكة بسعطني شيء جد الله لو حتى أشمغة عادة لي تبي يعني ساعات ملابس أي شي نفس المنطقة أنا أقدر أقول لك عطني شيء يملكه شخص واحد مو كبزنس جديد الحين تروح تقول لي تويتر ما تويتر هالأشياء تتكلم كمصانع شو المصانع اللي أحد شخص واحد يملكه القطاع الخاص ترى القطاع الخاص في إيش عطني أنا أعطيك بيتهبي سيارات سيارات شخص واحد مبلزم شخص واحد بس أنه تبع قطاع خاص يعني أي شي أحسر تقلت لشخص واحد فرد أنا كان قصدين أني أبغاها للقطاع الخاص ما أقصد بضرور شخص واحد يعني ما أبغى الحكومة تملك خليجيا كل الشركات المدرجة في السوق يعني بس مثال تقول مثال يعني قادر على التصدير للبرة وزي كذلك زي أكو باور أكو باور مثال متاز أنا جبت لك المثال فعندك أمثلة بس لن قارن يعني ممكن دائما يعني بدي أعرف علة القطاع الخاص هذا قصد يعني خلينا نأخذ على سبيل ليش نروح نقول على سبيل المثال ليش كرة القدم في البحرين ممثل برازيل لحظة سؤال مشروع سؤال مشروع إجابة الطويلة حاطة نتكلم في الإجابة في الأقتصاد إن نروح قاعدين نتكلم في أدة أمور نلاجم تكون متوافر فيها بحيث أنه يكون مجدي للقطاع الخاص أولا العمق المالي العمق المالي اللي أقصد فيه تواجد لرأس المال وأيضا تواجد تطبيق الفكرة هذا يمكن شيء مهم جدا السوق كم السوق اللي تقدر تحصل عليه قلنا أعطيك سبيل المثال ممكن ها النقطة اللي أنا مهمة جدا خلنا أنا وأنت فكرنا شاحن لاسلكي على سبيل المثال أنا وأنت سوينا فكرة شاحن لاسلكي تقدر تشحن في أي شيء إن شاء الله الكاميرات وهي موجود لاسلك تشحن وخلاص ننسب موضوع البطارية لاسلكي إيه إننا جبنا كلمنا فلان وعلان جابوا لنا معنا استثمارات وكلها الأمور جابوا معنا الفلوس أول شيء نرح نشوف شنو اللوائح الموجودة اللي أولا هتقدر سهل العملية ولا لا هذا هو التحدي الأول كلما كانت الدولة المتقدمة أكثر عندها سابق تجربة كان موضوع اللوائح وأسهل في قراءتها وتطبيقها شيء الثاني الحصول على رأس المال كبداية أو رأس المال الجريء خلنا نقول هذا رأس المال الجريء في الأسواق المتقدمة عندها تاريخ وعندها آليات معينة ولفترة طويلة فتقدر تروح تاخذ منهم المنوال إدارة هذه الأموال اللوائح اللحن عندنا يمكن إلى الآن في الخليج لو ناخذ موضوع لا يسمونه convertible loans ولا preference shared و series A وكل هالأمور وما عندنا معرف بالنفس طريقة تعريف بقيات الدول حيث أن الفاندر وصاحب الفكرة يحتفظ بقدرتها على تنفيذ وعلى الأموال الفرصة اللي كما وجودها قلنا نقول إحنا كل هالأمور قضينا ما قضينا عليها تخطينا وبدأت الفكرة قاعدة تنجح أو ما قاعدة تنجح أنا أثبتت عمليته ولكن نحن خسرانين قاعدين قاعدين نخسر قاعدين نخسر طريقة الوحيدة نحول هالخسارة إلى الربح أنه لازم نزيد المبيعات إلى درجة معين بحيث تغطي على جميع التكاليف طب لازم أنا أزيد المبيعات المبيعات لو أنا الفكرة طبقتها على سبيل المثال خلنا نقول في البحرين أنا طبقتها نجحت بس العدد الموجود غير كافي لازم أن أنا أروح أكبر هذا العدد كمبيعات وين بروح طبيعة الحال دول المجاورة أمارات ولا السعودية هنا عندنا المشكلة لأن أنا أروح من البحرين للسعودية الأنظمة تختلف اختلاف كبير ما أقول اختلاف جثري ولكن في اختلاف كبير صح منظمة دول مجلس التعاون خففت من هالتحديات ولكن لا تزال موجودة لازم أنا أنشط شركة أخرى بالمقابلة حتى بطريقة شركة البحرينية أكثر ولكن محقق ليس الأمر بسهوة فيه اشتراطات معينة بالسعودية قد لا تكون موجودة في البحرين والعكس والعكس صحي فيلزم نشنه تأخير في الانتاج تأخير في الفكرة كلفة إضافية وكلفة إضافية تعقيدات أكثر حتى إذا أنا رحت من دولة بحجم مليون شخص إلى دولة 30 مليون شخص أوكي كحجم كبير ولكن على مستوى عالم 30 مليون ولا شي قارن هاي لو أنا سويت نفس الفكرة في سلكون فعلي في أمريكا سان فرانسيسكو ولا في أي محل في أمريكا في نيويورك نجحت الفكرة في نيويورك 400 مليون 400 مليون في الاتحاد الأوروبي نفس الشي نشعتها بفكرة في علمانيا شنو يمنعنا سويانا فيها في فرنسا بالعكس أخذ نفس المواطفين الموجودين أيبهم هنا الصين أيضا نفس الفكرة فمن شذي تشوف جميع الأفكار جميع الشركات اللي جاية آخر 20 سنة إما صيني ولا أتحاد أوروبي أو أمريكي حتى الموضوع لو تلاحظ ما في شي ياباني جديد كوري جديد ما في صارت 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 الأمور أعقد وأصعب في الموضوع لو أنا بحوّط طبعا من كل ولاية في أمريكا فيه اختلافات بسيطة بينهم ولكن مو بكبيرة إذا أنا فتحت الشركة كوكي بزنس نجح في ألمانيا بروح أطبقها في فرنسا أقدروا يكون حق الموضفين الموجودين في ألمانيا لأن تجزل منكم روحوا على فرنسا لا يحتاج فيزا لا يحتاج شروط التوضين ولا إلى آخر كل هالأمور نفس العملة تحويلات هادية ولا يحتاج سجل تجاري جديد في فرنسا ولا شي يقدر يبيع مباشرة وغير هاي عندك في أوروبا 400 مليون شخص فالأفكار للين تروح نتكلم أنت تقدر هالاستثمار المليون اللي انت بتحطه تقدر تسويها 100 مليون أو 200 بسبب الأسواق الموجودة هذا مجدد مثلا لو تروح تقول لا ترى هالا مليون إذا بتتعب تحطي الجهد وإلى آخره يمكن يصير مليون فاصلة واحد بلاش تعب روحي على هال زيادة البسيطة صحيح هاي كمثال على أحد التحديات الموجودة بالنسبة لنا تركيا حتى إيران عراق وسوريا هالمنطقة القريبة من بعضها عدد سكانها ما بين دلين مناطق كم بيوصل 200 يمكن بيوصل 300 مليون 300-400 مليون بيوصل مصر تسمع الآن 150-120 تركيا 60-80 إيران 60-80 والخليج بالكامل 40 مليون عراق وسوريا تكلم على منطقة 300 مليون كم الأفكار لا تقدر تطلحها وتقدر تنتجها بكل بساطة ما عندك كل هذه التعقيدات وهذا مفيد ليش التحاد الأوروبي قرر إنه التحد ترى التحاد الأوروبي وأوروبيين فيما بينهم السنوات والسنوات تكلم عالميات السنين هو شي ما بينهم حروب حرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أكبر حربين في تاريخ البشرية مصدرها من أوروبا قتلوا بعض كانوا يقتلون بعض ليل ونهار ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية من 45 إلى التفاقية ماسترخت خلال 30-40 سنة حطوا موضوع الوحدة الأوروبية بحيث إنه يقدرون يستفيدون وينفسون أمريكا والصين يقول لك من الأكبر يعني خطر يواجه أمريكا تحاد الأوروبي كل بساطة دي والصين وين شلون والصين وين والصين جزائي مننا بتقدرنا تتكلم عندنا أكثر إذا بغي بس من ناحية كتنظيمات تشريعات عندك شعب متعلم المتوسط تعليم ما تكلم على كل كل واحد فيهم يعني في الصين اقتصادها كبير ولكن عندك جزء كبير من الشعب إلى الآن ما وصل للتعليم الموجود أو تعليم الحديث الموجود في دول أوروبا على سبيل المثال عندهم إنتاج صناعي عندهم القدرة المالية عندهم الأنظمة التي تحمل القطاع الخاص بشكل كبير وتشجع القطاع الخاص أن يطلع عندهم مشاكل أوروبا فمن شذيل أن بريطانيا قالت بتطلع من الاتحاد الأوروبي من أكثر الناس التي شجعها أن تطلع أمريكا لمصلحتها لماذا بريطانيا تبقى تقول لا ترى تطلع ونساعد وإلى آخر المشاكل التي تحدث الآن في الاتحاد الأوروبي ما بين أوروبا وروسيا على رغم أن الحرب هي حرب أوروبية روسيا في أوروبا أوكرانيا في أوروبا دول المحيطة في أوروبا كلها أوروبا بس من أكثر صوت نسمع أمريكا 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 التي تحب تدخل في الوضع الأوروبي لشان تأكد أن أوروبا لا يشكلها خطر على المدى البعيد وشي يخ reliability و дальше كلها القوة العسكرية تزيد القوة العسكرية التزيد القوة المالية القوة المالية تزيد القوة العسكرية أنت كيف تروح تبني السفن وطائرة؟ هذا ما عندك فلوس على سبيل المثال يعني أحد الإحصايات المعروفة السفن كعدد أو كحجم أو كالقدرة العسكرية الحربية الأمريكية تساوي جميع دول العالم هذه البحرية الموجودة كيف حجم الإنفاق العسكري الأمريكي عندك دولة قاعدة تحكم أو عندها هذا الحجم الهائل من القوات هذا لها قيمة تقلي لك قوة قوة قبيرة حط لها الحزبان يعني مثلاً لو تشوف خارطة الصين تشوف كيف القوات الأمريكية وين موجودة تشوف خارطة الصين من محاطة على الجزء الشرقي لها يابان كوريا جنوبية تحل خارطة تنزل يابان كوريا جنوبية تايوان وفلبين طبعاً عندك في جنوب استراليا وعندك جزر المحيط الهادي أمريكا عندها قواعد عسكرية في كل من هذه الدول ماسكة الصين تحت تخنقها ما تقدر تطلع ولا باخرة صينية من الصين بدون ما أمريكا تعرف هذا الشيء طيب كم من سفينة صينية موجودة عند أمريكا؟ صفر ولا شيء تخيل يعني هل سمعت يوم من العياب أن هناك سفينة حربية صينية مرت ما بين فلوريدا وكوبا؟ لا متسمع يمكن أخرب شيء اللي عملت التحاد السوفيتي اللي تسمى بتسبق بأزمة كوبا في الستين يعني ولو سوت الصين هذا؟ ما بتقدر بتقدر تسوي بتقدر تشيب تروح في المياه الدولية وكل هالأمور بس وبعدين ما عندها القدرة المالية أن تنفق نفس حجم الإنفاق اللي أمريكان يسوون فهيني يقول لك هل أمريكا بتسمح للصين أنها تبني قاعدة عسكرية مثلا في كوبا؟ لا طبعا لن تسمح لن تسمح على الأقل يمكن تدري أن في ناس موجودين لهم متعلقين بالصينيين في تعاون ما بين الحزب الشيوعي الكوبي مع الصينيين في تبادل آخر نعم ولكن يبني لك قاعدة عسكرية بحرية ولجوية في كوبا تابعة للصين؟ لا صين عندها قاعدة عسكرية واحدة خارج الصين في جيبوتي بس هذا المنطقة الوحيدة اللي عندها بس لو كوبا سامحة راضية بأنه تبغى الصين تيجي؟ أمريكا تضع عليها حصار مثل ما سوات في الأزمة تلهاي السوفييت كانوا داخلين أسلحتهم يجابوا أسلحتهم بسر إلى كوبا لينما أمريكا اكتشفت طبق أمنات حصار بحري على كوبا وش الدافع ليش يصير منطقي؟ بالنسبة لهم أن هذا تهديد الأمن وسلامة أمريكا عندك أسلحة نووية أو موجودة تبعد عن أقرب ساحة الأمريكي بساحة تقول لا تنسى الذي يفصل الأمريكان من باقي العالم محيطين عندك محيط الأطلسي ومحيط الهادي ومحيط الهادي ومحيط الأمريكا لو ترى كل الجزر الموجودة كلها تابعة لأمريكا بطريقة أخرى عندك بير هاربور عندك ميدوي عندك قوام وذلين كلهم تابعة لأمريكا حتى أمريكا لديها قايدة عسكرية في استراليا في سينغوبور موجودة فلين عندك أولا هذا الجزء طبعاً أمريكا لو للقوة الاقتصادية بتفلس أخرتها ما تقدر تخليها لي تشتغل تخلي موجودة لفترة طويلة عندك القوة الاقتصادية ومنون تجي القوة الاقتصادية جزء منها هي قوة عسكرية وجزء منها عندك أنت الأنظمة واللوائح والتشريعات الأمريكية واضحة وتشجع بالاستثمار هذا أول شيء الشيء الثاني حجم الاقتصاد أي أحد عنده فكرة جديدة ولا يريد يسوي شيء وين بيروح بيروح لأمريكا أنا عرف عدد من الشركات اللي كانت تبغي تنجح في الدول العربية بسبب الكلام اللي أنا قلت لنا صعب النمو بالنسبة لها غيرت غيرت مقراتها الموجودة في الدول العربية وودتهم إلى أمريكا من أجل النمو تطلع عندنا فكرة تكون ممتازة وجيدة من أجل النمو وكلما زاد الاختصاد كلما نجحت الشركات الخاصة لأن عليهم ضرائب أرباحها ترتفع فأرباح الحكومة الأمريكية أو إرادات الحكومة الأمريكية تزيد هذا الزيادة تقدر تروح تنفقها القوة العسكرية مع الزيادة اللي صارت في القوة الاقتصادية والقوة العسكرية حصلت الأمريكا على شيء يمكن ما في أحد عنده اللي هو قوة الدولار بسبب الاستقرار السياسي والقوة الاقتصادية والقوة العسكرية لأمريكا كثير من الدول بدأت تستخدم الدولار من أجل التجارة البينية فيما بينهم عندك عملة مستقرة ما تغير سعرها 20% خلال ليلة وضحاها فالدول اللي مثلاً سينجابوتا بيصدر شيء للبرازيلة ما يصير التفقون؟ خلاص، دعنا نأخذ عملة ثانية هل هي اليورو ولا اليومان ولا الدولار؟ لا، نأخذ الدولار في ناس عندهم ثقة أكثر بالدولار فيتم استخدام الدولار خارج أمريكا لأغراض للتجارة وأيضاً لأغراض الاستثمار وبما أن الاقتصاد الأمريكي رغم أنهم يشكلون حوالي 10% من سلكان العالم أو حتى أقل لكن حجم اقتصادهم 25% من اقتصاد العالم فبسبب هذا الشيء يكون فيه استثمارات أجنبية كثيرة في الأصول الأمريكية فيحتاج أن يكون فيه طلب على الدولار من أجل التجارة وطلب على الدولار من أجل الاستثمار شنو معناته هذه؟ جلت طلب على الدولار وجلت طلب على العملة معناته انخفاض الفائدة على عملتها هذا أول شيء فانخفاض لأن الحكومة تقدر تروح تصدر أدواتها دين بفائدة منخفضة نسبية وإذا عندها أي مشكلة باترة تصيدها شا تسوي؟ طب بعد دولارات إضافية طب عند هذه الدولارات الإضافية تساعد الاقتصاد على النمو في نفس الوقت تحتاج يتم استخدامها عالمياً في الموضوع بغض النظر نحن كدولة موجودة بالسعودي لغض النظر حتى لو عملتنا ما كانت مرتبطة بالدولار حتى نقول لي ما كانت مرتبطة حر ما نقدر نطبع بنفس السهولة مثلهم أنت طبعاً بنفس السهولة تضخم بارتفاع تفاع كبير بالنظر فهما عندهم عندهم ضائقة مثلاً في 2007، 2008، 2009 وفي مشاكل الكورونا اللي صارت أبسط شيء سوت طبحت الدولارات بالمليارات تريليونات ضخطة في الاقتصاد عشان ساعد الاقتصاد في النمو باقية الدول ما كانت تقدر تسويش هالشي كان فيه المت حتى بريطانيا ما كانت تقدر تسوي هالشي الصين ممكن تقدر تسوي التحاد الأوروبي مشكلة أخرى عندهم بس الدولة الوحيدة اللي تقدر تسوي الشيء لباقية الدول ما تقدره هو أمريكا من ناحية ضخل المليارات وسحبوا إدارتها طب تسمح لي ناخدها واحدة واحدة؟ صحيح أسكرياً اليوم اختلفت قاعد اللعبة فمثل اليوم تايوان أمريكا تملك قاعدة أسكرية فيها صحيح والصين اليوم يعني تبيت التعامل مثل ما على مثال كوبا أن أمريكا لن تسمح اليوم الصين تشوف أن تايوان تهديد أمن قومي بالنسبة لها وأنا لن تسمح لأمريكا بتوجدها في هذا المحيط ويعني واضح أن نحن على وشك الدخول للحرب يعني في هذا الموضوع وواضح الحرب اللي جالسة تصير على تايوان ما بين أمريكا والصين والطائرات يعني اللي جالسة تصير دائماً بشكل يومي على تايوان فعسكرياً جالسة تكبر جالسة تبني قاعدة مثلاً في جيبوتي بس برضو اللي جالسة تسوي طريق الحرير وكيف تبغى تكون لها تواجد في كل الدول اللي جالسة يمر فيها خليجياً أو حتى في باكستان وإيران وكل هذه الدول فاليوم عسكرياً ليست كما هي سابقة ففي نمو للصين وهي منتها عسكرياً على المستوى العالم هذا صحي، في نمو الصين العسكرياً والحتى اقتصادياً الموجودة الحين تختلف عن الصين كانت موجودة قبل عشرين ولا ثلاثين سنة عدة أسباق وزياد للاقتصاد وتغييرات اللي قامت بتردد حتى دولك النظام الاقتصادي ترى حين لا تعتبر دولة شيوعية هي تعتبر نظام رأسمالي بصبغة شيوعية ولا بغلاف شيوعي الطريقة التي تدير فيها الاقتصال كبر حجم الاقتصال صار حين تانى أكبر دولة اقتصادياً في العالم ولكن التحديات اللي عندها أكبر من التحيات اللي نحن نقدر نشوفها دخلنا نقول لك ليش؟ من ناحية الاستراتيجية لو انت شوف ترى الصين محاطة بالأعداء ماذا تقصد؟ عندها مشاكل مع اليوان عندها مشاكل مع كوريا عندها مشاكل مع الفلبين عندها مشاكل مع الهند وعلى رغم كل هذا الكلام تكلمونا مع روسيا عندها مشاكل أيضاً مع روسيا جزء مننا أكيد تشجيع غربي من هذه المشاكل وجزء مننا بأنفسهم مغربي تقصد أمريكي أمريكا والدول الأوروبية وجزء منهم أنفسهم كيف أقول لك طب ليش عندهم صيني عندهم مشاكل مع اليابانيين لخلاف تاريخي اليابان احتلت الصين قبل الحرب العالمية الثانية في أثناء الحرب العالمية الثانية اليابان كانت محتلة الصين اللي طلعوا اليابانيين من أصولهم من أمريكان بعد القنبل اللي قطط عليهم وأثناء فترة الاحتلال الياباني للصين ارتكبت اليابان أحداث فضيعة فالصينيين لم يتذكرون هذه الأمور ونفس الشيء الصينيين مع الكوريين الجنوبية على سبيل المثال ليش عندهم مشكلة مع تايوان لأن التايوان كانت جمهورية كانت سريعاً آخر موعد الإمبراطوري أو آخر السنة الإمبراطورية الصينية كانت 1811 أو 1912 وصارت الصين بعدها جمهورية صينية مو بشيوعية، جمهورية صينية وطنية إلى نهاية الأربعينيات لأن الدولة الشيوعية ثارت أو الأفراد الشيوعيين ثارة واستولوا على الحكم والجمهورية الصين الوطنية طلعت حربت من الصين وراحت إلى تايوان فالصين الحالية تشوف تايوان أنها كان من بقايا الفلول السابق اللي كان موجود وتشوف اليابان كدولة مستعمرة لها وعندها مشاكل مع بقية الدول لماذا يقول لنا فيهم؟ لأن هالأمر صار في أوروبا الألمان والفرنسيون قتلوا بعض فترة طويلة الألمان احتلوا فرنسا في الحرب العالمية الثانية والإنجليز يعني خاضوا الحروب الأمريكان خاضوا الحروب مع ألمان ولكن الحين اللي نشوف أنه فيه اتحاد والتوافق كبير في الرأي ما بين الدول الأوروبية فيما بينهم مع أمريكا والجزء منه أنهم يدرون أن الموضوع ليس مو موضوع ألمانيا ضد فرنسا الحزازية دائماً بتكون موجودة ولكن يشوفون المنظور من منظور عالمي أقول لك، نحن الآن مو ضد فرنسا مو عراكي مع فرنسا مو عراكي مع بريطانيا مثلنا ألمانيا نحن الأشياء التي تجمعنا ناخذها ونجابه في العالم نجابه في أمريكا الأوروبيين تشوفون أمريكا بالنسبة لهم شيء كبير فتشوف أنت الصين وين موجودين وقارن هالشيء مثلاً بأمريكا أمريكا شمالها كندا دولة صديقة جنوبها مكسيك أيضاً دولة صديقة وعلى جزء الشرقي حق أمريكا على المحيط الهادي عندك الأوروبا والبريطانيين دولة صديقة وعلى الجانب الغربي من أمريكا لتروح على المحيط الهادي توصل لليابان دولة صديقة لأمريكا فلين يكون عندك دول صديقة من ناحية الاقتصاد ومن ناحية السياسة أسهل لك كثير في الإدارة بما يكون عندك دولة ومحاطة ما بقول بالعداء دولة اللي عندك مشاكل معاهم فالأفضل لو آسيوين فيما بينهم يروحون تخيل لو مثلاً كان في التكتل الاقتصادي آسيوي ما بين يابان وكوريا والصين وبقية الدول الجنوب الشرق آسيا خير بيكون لك مكون اقتصادي كبير يمكن أكبر بعد من الاتحاد الأوروبي بشيدي الأمريكا لا يبغون بأي وسيلة من الوسائل أن هذه الدول تتفق فيما بينها القواعد العسكرية الموجودة بشيدي يشوون زوبة على موضوع تايوان يشوون زوبة على أي موضوع في تعلق باليابان وفي الصين يفقوا مع مع اليابانيين طيب هذا على الشكل العسكري يعني كنت تتكلم على الدولار والإنتاج فإذا أخذنا على الإنتاج الصين في عام 1978 كانت أصلا الناتج المحلي يعني 5% من الناتج العالمي اليوم اليوم وصل إلى 50% من الإنتاج العالمي طالع يعني السرعة وين وصلوا في نفس الوقت أمريكا جاء ستتقل إذا أخذنا الدولار والتعامل فصحيح إن الدولار لا يزال الأكبر لكن الدولار كان 80% من اللي موجود عالمياً طهر 2001 اليوم هو 60% صحيح فهو يقل وفي نفس الوقت الصين جاسد تنمو نمو هائل جدا فاللي واضح وحتى كثير من الناس يعني جولد من ساكس الطهر يقول في عام 2031 بتكون الصين هي الأكبر في العالم الاقتصاد الأول في العالم وفي برضه اللي يقول لك أنه يوصل اقتصاد الصيني لـ 38 تريليون بينما الاقتصاد الأمريكي بيبقى في حدود 28 تريليون فكل النبوات وبناء على التاريخ السابق جاس يقول أن نصين ستكون الاقتصاد العالمي العول يمكن إذا احنا قاعد نتكلم على المستقبل البعيد صعب التنبؤ به لأنه إحدى الطرق الناس اللي يسوونها هي حروف البعيد كم؟ 30، 40، 50 سنة صعب جداً أن العمل على توقعات اقتصادية بيانية ويممكن الأرقام توصل لأن شي سوون في هذه الطريقة في طريقة الحساب بالأرقام تشوفون أن مثلاً أن الصين زاد حجم اقتصادها 10% سنوياً آخر 10 سنوات فأنا أقول 8% سنوياً حق 20 أو 30 سنة وأمريكا 3% سنوياً أتخذ البحرين ونفس المستوى بعد 100 سنة ستصبح أكبر من أمريكا فبهذا المنظور في هل فعلاً تقدر تنمو بهالسرعة أو لهالفترة خلال الفترة الزمنية المعينة صعب تكهن به ولكن دعنا نرجع للأساسيات الأساسيات أن تقول أن أولاً الفترة السابقة اللي راحت آخر 20 أو 30 سنة على المستوى التاريخي العالمي هي فترة استثنائية وليس الواقع شنون قصدين؟ القصد أن الصين قاعدة ترجع تاخذ موقعها من الاقتصاد العالمي لو أحنا ناخذ تاريخياً من يوم الناس بدأت تكتب وكل هالأمور الصين كانت أكبر حجم اقتصاد الصين والهند لفترات طويلة وكان هذا الموجود كحجم اقتصاد بسبب عدد السكان الموجود بجميع أنواع البحوث حتى الغربين اللي عملوها كل بكل بساطة يعني إلى القرن السادس عشر ولا السابع عشر الصين كحجم اقتصاد كانت أكبر دولة في العالم بعدين حدثت بعض الأمور اللي قلبت الآية شوية جزء مننا جزء السياسات الاستعمارية والسياسية وجزء مننا الحصيل العلمية للدول الغربية لو نحن نشوف ناخذ الخط نشوف حجم الاقتصاد الصيني كيف كان يمثل كنسبة من الناتج العالمي والدول الغربية تشوف دائماً أن الصين في فوق 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 إلى متى يمكن 1820 1830 تشوف انخفاض شديد في نسبة الصين شنو صار في هالفترة شيئين أساسياً أولاً الثورة الصناعية صارت في أوروبا وهالثورة الصناعية ساعدت على النمو والاختصاد ساعد على ثراء أن يكون موجود وشيء الثاني في قرن التاسع عشر واللي قبل شوية يعني يمكن في نهاياتها وهي فترة الاستفادة واستغلال من ثروات الشعوب للاتحاد الأوروبي يعني بحلول بدايات القرن التاسع عشر نقدر نقول أن خلصنا من موضوع اكتشاف أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوروبيين صار لهم وجود في الهند ومستعمرين الهند ووصلوا للصين ومسيطرين على جميع الملاحة طرق الملاحة العالمية وكان في استغلال البشع يعني يعطيك على سبيل المثال موضوع حرب اللفيون ماذا تعرف عنا ولا لا؟ حرب اللفيون كان على حربين في منتصف 1830 إلى 40 إلى 50 بريطانيين كانوا شي يفعلون يبون يستفيدون من الخدمات التي قد أول السلة التي تنتجها الصين من البرسلين من التشاي من الحليب عشان تأخذها تشتريهم من الصين وتوديهم لأوروبا للاستهلاك المحلي لأن عندك الثورة صناعية اللي صارت فالناس صاروا أثرياء فزاد الطلب على المنتجات الصين اللي تنتجها بس الصين ما كان عندها أي اهتمام بالأشياء اللي أوروبا عندها كتصدير شنو كان الإنجليزي أعطونهم ذهب والفضة مش يا شكثر مش كثر أنا أعطيك ذهب والفضة علشان ألبي الزيادة اللي قاعد يصير في ديرتي في أوروبا لهالطلب اللي أنت عندكم شاي وأنا بشتري شاي من عندكم بخلص بخلص ثم بنفس الطريقة ترى بخلص شنو بدأت تسوي للحكومة البريطانية عبر الشركات الموجودة تروح تنتج الأفيون في الهند تنتج الأفيون تأخذ هذا الأفيون وتودي للصين كل حق الصينيين أنا أعطيكم أفيون تعطوني تشاي أعطوني الحريرة أعطوني اللاقين أفيون مادة مخدرة وفيها إدمان فيوم أنت ما بدأت مدى الشعب الصيني يتعود عليه خلص كان مخدرات كانت ودي كوكيين حق الناس تقول لهم أنا أعطي كوكيين مادة غير منتجة غير مساعدة للإقتصاد مطبطة للإقتصاد وتخلي الناس كلهم كسالة وأنت أعطني إنتاجك طيب كيف نتقنعهم؟ طبعا بالطريقة الحلوة ولين الإمبراطور الصيني قال لحظة شو قاعد نسوون بالشعبي أنتم؟ لا ممنوح خلاص أنا بسك هالشي وقام وحرق المصانع والمستودعات الإنكليزية الموجودة في الصين التي فيها الأفيون وحرقه منها سوت الدول الغربية أعلنت الحرب على الصين قالت لا تمنع أن نبيع الأفيون لا أصبر دابت جميع البواخر وحفجرت في العاصمة في الصين راحت عن طريق الهنهار ووصلت إلى هناك سبب سوت حصار وأعلنت الحرب عليها لما الحكومة الصينية أو الإمبراطور الصيني قالوا أوكي خلاص بنفتح لكم وحرب الأفيون هذي اللي وافقت الصيني تعطي هون كونغ لبريطانيا كجزء من التسوية اللي صارت فصار الفترة أن يعطون الشعب الأفيون حق عشرات السنين فالناتج الصيني انخفض صارت عندهم مشاكل الناس ما كانت تشتغل صار إدمان على هالموضوع وإيد الدول الأوروبية تستغل خيرات البلد بصالح وما تعطي شيء بالمقابل مولنا قالوا أوكي تعالى أنا بابني لك مستشفى بابنك مدرسة بابني لك أو بنقلك التقنية بس تعطيني أنت شاي لا أنا معطيك أفيون فلو تشوف هالفترة نرجع فخلال هالفترة بسبب الثورة الصناعية اللي صارت في أوروبا وبسبب الحروب اللي كانت شنها الدول الغربية بسبب التفوق العسكري على الصين ومستغلال خيرات البلد دزلت الصين بعدين طبع عندك الحرب العالمية الأولى جت في الصين بعدين الاحتلال الياباني للصين والمشاكل الشيوعية بعد حتى الشيوعيين أساوي إدارة البلد بعد مستولى الحكم إنهم تسببوا المجاعة في الخمسينيات والستينيات لأن في السبعينيات بدأت الطبقة الحاكمة في الصين تعيد ترتيب أولوياتها وبدأ التركيز يكون أكثر عن الاقتصاد فحزتها اللي كانت تكلمت عنها بدأت ما بقول الثورة الصينية الاقتصادية ولكن بدأ النمو الصيني فالحين أقول إن الصين بدأت ترجع اللي ما كانت عليه بسابة تاخذ دورها في الاقتصاد اللي هو المركز الأول المركز الأول متى بيكون هذا المركز الأول؟ هل أمريكا بتظل ساكتة بحيث إن يكون في تفوق الصيني عليها؟ طبعاً لا فمن شيء يحن عندك في عدة أمور الصراع قاعد تجري حالياً في الاقتصاد خصوصاً في التقنية أكبر أوجه الصراع الاقتصادي هو الحين في التقنية الصائرة في أشبال مواصلات على سبيل المثال أشبال مواصلات تحتاجة في الصناعة الأشياء كثيرة في العالم ثمانين بالمئة من التصنيع لهذه الموات تأتي من آسيا الصين، كوريا، اليابان، تايوان وتايوان دين الدول الأربعة واثنائج بالمئة فقط في أمريكا والبقية في أوروبا فهاي بالنسبة للأمريكان خطر قومي كبير ما كانت في مشكلة لأن أوكي الصين وتايوان ربع وإلى آخر والصين لا تدخل كثير في الأمور العسكرية كانت ساكت وفعلاً الصين في الثمانينات والتزعينات وبداية الألفية كانت مركزة على النشاط الاقتصادي موضوع طريق الحرير موضوع تنشق هواعد في جيبوتي وتروح في الدول الأفريقية وتعطي مساعدات هذا كل شيء جديد آخر عشر سنين ولا خمسة عشر سنة هنا أقول لك أوكي إذا بكرة صارت حرب ما بين الأمريكان والآسيويين أشباب مواصلة هذا شيء مهم فبدأوا الحين يستخدمون على هذا الشيء الشيء الثاني موضوع التقنية والذكاء الاصطناعي بدعة الصين تدخل فيه قوة هنا أعطيك مثال علي بابا كم عمره شركة تقنية جديدة تيك توك تيك توك تيك توك شركة صينية يعني من إلى الآن فيه مستثمرين أو فيه ناس أنا أعرفهم أقول لهم تيك توك تاركة شركة صينية مو مستوعبين من متى الصينيين يدخلون في هذه الأشياء أنا متعودين أن كلها سناب وإستجرام وتويتد كلها أشياء غربية أمريكية تطلع بشكل أساسي فحين عندك بالعكس تيك توك قاعد يصير جاذب أكثر وأكثر للناس المستخدمين علي بابا وعندك شركات السيارات الكهربائية الصينية اللي قاعد تطلع ففيه توجه كبير من الصين على موضوع التقنية وفيه صراع أمريكي الصيني على موضوع التقنية حتى فيه براءات الاختراع وعدد الشركات منافسة شديدة ما بين الصين وامريكا لناتهم مو واحد من الأول أو الثاني هم هو الثاني وأوروبا يبعدين جدا عنه يعني في التقنية ممكن بريطانيا اللي كانت في الدول الأوروبية كانت نسبتها مرتفعة لكن حين هي نقصت من الاتحاد الأوروبي فلو ناخد الاتحاد الأوروبي مضمونة الألماني والفرنسي والإيطالي بعيد جدا في موضوع التقنية فالحين الصراع الصيني الأمريكي من غير موضوع العسكر العسكرية واضح إلى الآن أمريكا هي المتقدمة بفارق كبير عن الصينيين وهذا التقدم ممكن عشرين، ثلاثين، أربعين سنة بيكون عندها الصين قاعدة تدخل في موضوع التقنية نحن قاعدة راس براس في موضوع التقنية من ناحية الدراسات والاستثمارات والشركات التي تعملها تذكري في البداية كنا نتكلم شنو الدور الدولة الدور الدولة في الصين إنه هي تهيئ هذا الموضوع تهيئ وقالت من جزء من خططها إنه لازم نركز على التقنية وتروح تدخل ولكن هناك يكون فيه فرق بصيف في الصين شي سوون شنو؟ يعطون الأشياء الأساسية حتى توجه الدولة يكون هناك الدولة على سبيل المثال إحنا عندنا توجه كامل نروح على التقنية أو كذلك في الثكالة الصناعية أو الجينات نحن نبغي هاي نركز عليه التنفيذ أقل أخص يعطونا على المقطع الخاص لا على الأقاليم الصينية كل الإقليم ينفسون بعضهم يعني أخير في أمريكا أمريكا تقول أنا عندنا توجه حق أجباه الموصلات بعد أن كل ولاية تنافز الولاية الثانية في تطبيق هذا الأمر وتشوف الطبقة الحاكمة تروح تشوف من اللي قاعد ينجح بالتطبيق الفكرة وشنو الدروس المستفادة تشوف أن ولاية أقليم أقليم معين قاعد ينجح نجاح ضاهر في هذا الموضوع أقول لتعال أنت نجحت أعلم بقية الناس بقية الأقالية بقية الولايات كيف يتم تطبيقها فيختلف عن أمريكا ويختلف عن الاتحاد الأوروبي ووصل لها نموذة أجهل الخاص في التنفيذ الأفكار الكبيرة في إيتاء الأفكار الكبيرة وكيفية تطبيقها على المستوى المحلي يعني هو واضح استراعي إلى درجة أنه مؤخرا أعلنت أمريكا قانون منع أي شركة أمريكية التعامل مع أي أحد في أشباه الموصلات وغيرها لدرجة أنه أي أمريكي يشتغل في أي شركة صينية عندي خيارين من يكمل شغله وتسحب الجنسية صحيح فهذا يعطيك إشارة إلى قرب الصين من التقدم على أمريكا أو لا؟ من هالناحية أعتقد في الموضوع التقنية الأمريكان والصينيين راس براس إلى الآن الصينيين استثمروا مبالغ كبيرة في موضوع الذكاء الأسطناعي وفي أنتمنة الأشياء وحتى في السياقة الذاتية عندها استثمارات كبيرة نقعة تعمل فيه وقريب لما تعمله أمريكا أمريكا متقدمة أكثر في موضوع الروبوتات نتكلم كتقنية نتخلف تفاصيل التقنية ولكن كإجمالي كعدد البحوث وكعدد الجامعات التقنية وإلى آخر لا تزال أفضلية أفضلية أمريكية ولكن الصينيين قريبين جداً منهم الآن طيب اليوم أنا بتكلم عن سبع سنين أين؟ هل الصين بتتفوق الأمريكا؟ لا لا ما شي اللي خليك تقول لا؟ أولاً أردت لكيف التفوق؟ شنو تتفوق؟ يقول أنه يتفوق يعني بيصير تتفوق بشنو؟ بيصير اقتصادياً بيصير اقتصادياً أعلى أعلى دولة اقتصادياً في العالم في عندك ري داليو وهو يكون واحد من أهم صناديق التحوض يقول أنه المستقبل مشرق للصين وأن الصين ستتفوق الأمريكا والمستقبل مشرق صحيح لأن اللي بيكون بيطلع من الصين ومن الدول الأسيوية بيكون أفضل من الماضي بحكم أو لا 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 بتتفوق الأمريكا لا محالة فلن يتكلم عن الموضوع التفوق وحجم أقتصادي ترى كلهم في عشرين ثلاثين عشرين واحد ثلاثين يعني ما هم جسم بعدين عنك وأعتقد هذا الأرقام اللي عندك ممكن أرقام قديمة شوية قديمة يعني قبل سنة وعلى سنتين هاي قديم لو تشوف لو عملوا أي تحديث لهذه الأرقام بتشوف عشرين ثلاثين صار خمس وثلاثين صار عشرين أربعين ليش اللي حصل؟ في النمو الصين قاعد ينخفض الصين حك فترة طويلة كانت تنمو على عشرة بالمئة ثمانية بالمئة تسعة بالمئة ثمانينات والتسعين نمو سنة عن سنة؟ من نمو من السنة للسنة هالنسبة بدأت تنخفض بشكل كبير قاعد أتكلم على خمسة بالمئة إذا ستة بالمئة هذا شيء جميل مصنع درجة أن الصين لو تنمو ستة بالمئة شيء جميل ليش؟ عدة أسباب أولاً كحجم خلاص أنت وصلت حجم اقتصاد أربعة عشر تريليون ولا ستة عشر تريليون صعب أنك تنمو تبع عشرة بالمئة البحرين تقدر تنمو عشرة بالمئة تبقى حجم اقتصاد صغير ما بكل تأثير هذا الجزء الأول الجزء الثاني إعادة إعادة تركيز الطبق الحاكم من خلاص ما قلنا قبل شوي ليس الموضوع موضوع اقتصادي بحت مثل ما كان موجود بالسابق في الثمانينات والتسعينيات الصين لم تكن أبد في أي نوع من أي صراع كانت تنقب حالها بأي ولا ولا كلمة ولا همسة في الموضوع وما تدخل في الأمور الداخلية لأي دولة من الدول ولا حتى مساعدات تركيز على شغلها فهذا معناتها أن كل القوى الدولة مركزة على شيء واحد الحين فترة اللي راحت اللي كان فيه انخفاض المعدل من النمو بدأت لا بدأت أمور استراتيجية تدخل ضمن حزبان الدولة اللي ما كان فيها موضوع أي استراتيجية سياسية وعسكرية بالسابق حين عنده أهمية موضوع تايوان مهم جداً بالنسبة لها موضوع الجزر والملاحة اللي قاعد تسويها في المحيط الهادي وبقية الدول كل هذا بيكون لنا تأثير على نسبة النمو الاقتصادي أي أولويات الحزب الحاكم تغيرت خلال آخر خم سنوات وعشر سنوات مداما يكون التركيز على الأقتصاد ستركيز على الأقتصاد والاستراتيجية السياسية على المدى البعيد هذا بيخفف بيقلل من النمو الاقتصادي الموجود عندها فلو يعملون الحين نفس هذه الدراسات يحدثونها تشوفوا أن الفترة تغير طبعاً هذا على افتراض أن أمريكا بتكاعد مكتوفة الأيدي ما بتعمل شيء دائماً في الأقتصاديات كأنها ما بتسوي شيء لا بتسوي لك مشاكل بتسوي لك بتحط لك العوائق تركيز على نفسها وسوي لك المشاكل مثل ما سوت يعني أبسط مثلاً نأخذ لك لو أنا ما أنا غلطان أني كان يتكلموني على موضوع الاتحاد الأوروبي وكيف أن الاتحاد الأوروبي مع النمو وإلى آخر ويضيف مع بريطانيا ترى بيصغير أكبر من أمريكا خلال عشرين سنة أعطي كلام كان قبل عشرين سنة وين الحين ما ستفترض أن النمو بيكون بلا توقف وأن الدول بتعالج مشاكلها براحة وتفترض أن الدول الأخرى ما بتدخل في شؤونك الداخلية تدخل أمريكا تدخلت أمريكا عاد تدخل في الصين وعندها حلف كنت قلت لك الصين يمكن تنمو توصل درجة أفضل من أمريكا ولكن وجهة نظري الشخصية إنها لازم تنمو عن طريق حلفاءها من حليف الصين؟ قل لها كحليف عندها يعني ما أدري إذا في حليف بعيني بس أغلب الدول اللي محيطة فيها تعتبر الدول صديقة يعني إلى إلى هنا إلى السعودية توقع أن السعودية لا من حليف تكلم عنها مثلا حليف يكون عندك مثل العلاقة الاستراتيجية ما بين السعودية والإمارات السعودية ومصر السعودية والأردن وهذا يعتبر هذا حليف بالنسبة لك في أمريكا عندها حليفة كندا الدول الأوروبية الثانية واليابان هذا حليف بس إذا عندك أنت علاقات اقتصادية مع الدول هذا لا يعني مو معنات أن هذا بيكون عندك حليفة ودولة صديقة حيث أنك تستفيد الصين ما عندها حلفاء كمنطقة جغرافية ما عندها باستثناء كوريا الشمالية كوريا الشمالية شنالي كل الدول المحيطة اللي عندها عندها مشاكل معها أقوية اقتصادية عندها مشاكل مع الهند مع اليابان فمن شي ذي حتى هي اضطرت أن تدخل في حلف من لا حليفة له اللي هو بريكس يسمونها برازيل وروسيا والهند وهي دلين الدول اللي ما عندها حلفاء قريبين من بعض روسيا حليفة الكبيرة بلاروسيا حتى علاقتها مع عصي ما علاقة كويسة ما فينا شيء جيد مع الهند من حليفة عندها مشاكل ما بانجلادش مشاكل مع باكستان مشاكل مع افغانستان ممكن حليفة الوحيد اللي يمكنها برازيل كلهم يكرهونها في امريكا الجنوبية في جديدها رايحة بروحها وجنوب افريقية حالة خاصة اقتصاد جيد حجم اقتصاد جيد محاط بدول حليفة معها ولكن ضعيفة اقتصادية واسكريا فذلين قالوا خلنا احنا نكون منظمة طبعا هالمنظمة ما بينهم أي تحالف اقتصادي ما فيه التجارة الدولية تكون محفية من الضرائب على سبيل المثال والتفقيات معينة بس احنا بننشأ على هالموضوع انه قرب وجهات النظر هذي الشيء الاساسي فيما بينهم وليس كمنظمة للتعاون على وزن امريكا نافتا اللي كان موجود ولا على وزن الاتحاد الأوروبي ولا على وزن دول مجلس التعاون الخريجي ولا حتى على وزن ايشان دول آسيوية ولا ادنات ولا شيء لا والشوطة بس لتقريب وجهات النظر لا أكثر ولا أقل الحين طبعا ما فكرتهم انهما احنا مثل أوروبيين قبل خمسين سنة اربعين سنة وفي المستقبل هاي بتغير ولكن وجهات النظر الموجود استراتيجي اندح فيه اختلافات كبيرة ما بين الصين وروسيا والهند خلنا خلي برازيل والجنوب إفريقية على طرف مزلين الثلاثة وما الأكبر اختصاديات أو مؤثرين روسيا ضعيفة اختصاديا ولكن مؤثرة عسكريا موجودة هناك شنو وجهات النظر اللي يقدرون نسوون فيما بينهم ما في فعلشان الصين ان تكون دولة قوية اختصاديا بعد عشرين ولا ثلاثين واربعين سنة لازم تشوف من منظور من منظور عالمي وليس من منظور محلي لازم تحل خلافاتها مع الصين مع اليابان تحل خلافاتها مع الهند تحل خلافاتها مع كوريا الجنوبية وإلى آخره بحيث ان النمو الصين يفيد بقية الدول والنمو بقية الدول يفيد الصين لانتحل هالمشاكل السياسية اللي عندك بحيث انك انت تراوي الناس كدولة انت ما بتروح معندها كينية وترى هذا الشيء الصين عارفينها حتى الموضوع هون كونج انتظروا ومحون كونج على اساس انه ما عطوا هون كونج حق الانجليز حق مئة سنة مادر مئة وخمسين سنة سنة وانتظروا حصلوا الحين يصار الدولة من الصين نفس الشيء على مكاو تايوان اخرتها بتروح للصين بس هاي مثل ما تقول لك القشة النهائية اللي امريكية ميودتها علشان بس تكون تزعج الناس فيها تجعل الصينيين تمنع ان يركزون على شيء اهم فهذه نقطة الضعف الاولية الموجودة انه مقاعدة تحل الهند السوري عدرا الصين قادة تروح تبحث لها عن حلفاء في افريقيا حلفاء حلفاء في سريلانكا حلفاء في امريكا الوسطى دول فقيرة غير قادرة لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا لان بقية الدول ما تبغي تتعامل معه قل لك بقيته وقل لك والسبب التعنت الصيني على سبيل المثال ولكن حتى بقية الدول اليابان وكوريا اذا هم مرافضين فكرة تعاون مع الصين ملومة عليهم وهما ايضا لماذا الأوروبيين يستطيعون بعد الحرب العالمية الثانية قتلوا فيما بينهم قتل انهم يقولون خلاص احنا خلنا نتفق ونحدي مع بعض ونبني علاقة استراتيجية ودائما نعرف ان ما بين الامريكان والبريطانيين علاقة استراتيجية اخرى رقم ان الامريكان ثاروا على البريطانيين قبل 200 300 سنة ودخلوا حروبا ومن حرب وعندها كانت حرب ثانية في 1812 بين الامريكان وبين البريطانيين كانت خلافات كبيرة صارت الحرب الاهلية في امريكا حرب الأهلية في أمريكا على سبيل المثال لأن الشمال الأمريكي دخل في الصراع مع الجنوب الأمريكي دخلوا قطعة كانت أفضل حرب دخلت في أمريكا قتلوا بعض وحرقوا بيوت بعض بعد ما انتهى الحرب قالوا لحظة خلنا منازم نحن نتعنت ونعاقبه ونكمل هالأشياء خلنا ننظر المنظور من منظور كامل لأمريكا لأننا قاعدين النافس أوروبا اللي حزتها أوروبا هي كانت كمنطق كثقل عسكري وتجاري واقتصادي هي اللي كانت متحكمة في العالم فهي اللي قالت نظرتهم احنا نشوفها هناك وحتى المؤسسين الأمريكان والقادر وأسائل الأمريكان كانوا عندهم محاوس انه يكبرون حجم الاقتصاد الأمريكي ويكبرون الحجم الأمريكي كانت في البداية 13 مستعمرة أمريكية شوي شوي عسكريا عن طريق تحالف وحتى عن طريق شراء الأراضي تمددت إلى الغرب إلى المحيط الهادي شراء شرت لويزيونة بالكامل من الفرنسيين شرت ألاسكا من الروس ألاسكا من ناحية الاقتصادية لو واحد عملوها دراسة أنها كانت مفيدة مالياً لا طبعاً ولكن عسكرياً سياسياً أن يكون عندك منطقة قريبة جداً من آسيا مفيدة نفس الشيء حق هاواي لنعمل هذا الشيء انت خيلوا أمريكان وقفوا على 13 المستعمرة اللي كانت في شرق وشمال شرق البلاد ووقفوا ما كانوا يقدرون ينفسون أوروبا الحين ولا يقدرون ينفسون الصين الحين طيب بس أنت برضو في شرحك لمشاكل والعقبات أمام الصين تجاهلت المشاكل اللي تواجهها أمريكا اليوم في الخلافات والاستقطاب السياسي الداخلي واحدة من أهم المشاكل اللي تعاني منها أمريكا ما بين اليسار واليمين صحيح فيه جزئين الجزء الأول الإعلام الأمريكي فيما يتعلق بالشأن الداخلي يصيح ويصارخ أكثر من الألم الحقيقي إذا أنت تقرأ الأخبار وكل هالأمور تحس أن أمريكا في حالة غليان يمكن ليلة وضحاها يصير حرب وهذا غير صحيح بعيدين جداً على هذا الموضوع فيه تأجيج من ناحية الأسباب السياسية وانتخابية ولا إلى آخر فيه تأجيج لهذه الأمور هذا شيء له وشيء الثاني ما في شيء أمريكا دخلت فيه أسوأ من الحرب الأهلية اللي هي دخلت فيه يمكن هذا أسوأ شيء وأمريكا بحياتها مرت بحالات أسوأ بكثير داخلياً من الموجود حالياً على سبيل المثال الأمريكا إلا ستينات والسبعين نيات كانت فيه العنصرية العنصرية الواضحة وليس متكلمنا هذا أسود أنا ما بقعد معاه في سيارة في الباص لا كانت سورة عمال الشغب وإلى آخر وكان هذا يمثل في السبعينيات صارت المشاكل مع الهيبيز كانوا ضد الحرب مع فيدنام فأمريكا دائماً تدخل ما في ولا دولة عندها مناعة ضد المشاكل الداخلية هل عندك الآلية بحيات أنك تحل هذه المشاكل وما تسبب هذه المشاكل إلى حرب أهلية شاملة نحن أمريكا هذي موجودة ما عجبك رئيس الولاية تقدر تنتخبه بدلة ما عجبك التشريعات الموجودة عندك انتخابات حق مجلس النواب عندك انتخابات حق مجلس الشيوخ الصغير كل سنتين تقريباً تبدلهم عيس الدولة أربع سنوات المدلة أربع سنوات ثانية وخلاص ما عجبك تقدر تبدلة فمو عجبك لها الأمور عندك مشكلة عندك المحاكم تقدر تلجأ للمحاكم يحلون لك المشاكل الموجودة فاللي نسمعه حالياً من المشاكل الموجودة في أمريكا مبالغ في خلافات ما بين اليمين واليسار في حالات قتل الصيب بسبب السلاح وإلى آخر ولكن لا ترقى أبد إلى درجة المشاكل اللي مرت فيها أمريكا سابقاً في ستينات ولا سبينات ولا ترقى إلى المشاكل اللي مرت فيها أقدم من هذا الشيء من ناحية الحروب هي مستقرة دولة مستقرة سياسية مستقرة اجتماعياً بغض النظر على الكلام اللي قاعدين يقولونها وناجحة اقتصادياً هذا والله أعلم على الأقل بيستمر عشر سنة ما قلنا ما نقدر نتوقع أكثر من عشرين سنة صعب جداً شنو يمكن يصير ولكن الإعلام يحب يلعب هذا الدور ولو احنا يقولوا نشوف ترامب شنو قاعد يقول عن فلان وشنو الناخب الفلاني قاعد يقول عن هاي يسبون هاي معناته نحظاً نرجع للتاريخ ونرجع للتاريخ على أيام قبل الخمسينات وستينات وسبع وقبل هاي الناخبين كانوا يروحون على حملاتهم الانتخابية يسبون بعض ويتهمون بعض بالخيانة وإلى آخره من هذا الكلام وتصير الفضائح فضائح نيكسون الفضائح اللي عملها سووا لإمبيجمنت ويزان قبل ما يوصل للموضوع مع كلينتون سووا لإمبيجمنت مشوولة على الموضوع لأن بالنسبة لهم كسياسياً ما كان بذلك السؤول مثلاً عملها نيكسون لو كان تجسس على الحملة الثانية هذا خط أحمر بالنسبة لهم فالمشاكل موجودة في أمريكا هذا شيء وشيء الثاني هذا يحسب لأمريكا وليس ضد أمريكا الشفافية الموجودة عندهم احنا نعرف كل هالمعلومات نعرف آراء السياسية من أعضاء المجلس من الشيوخ ومجلس النواب نعرف من الناس اللي قاعدين نكوأك حكام للولايات نعرف آراء الاقتصادية نعرف نعرف بالضب شنو قالوا في اجتماعات البنك الاحتياطي المركزي طبعاً في دليح خمس سنوات لكن بعد خمس سنوات من هذا كل اجتمال يكون في محظر اجتمال حتى الصوت القحقها يكتبونه أنا فلان قال ها 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 هي لفت وثم تكلم عن هاي شيء مو متتكلم لا الكلام اللي قاعدوا بكلام اللي أنا قاعد أقول مع التأتا إذا كانت موجودة مع الضحكة يكتبونها وموجودة للعامة أي حد تقدر تروح أنت تروح آخر ثلاثين أربيعين سنة شنو كانوا يتكلمون عنه طيب أتحداك أنت تجيب لي مين المؤثرين في القرار في البنك المركزي الصيني لا ما حد يعرف هل في مشاكل في الحزب الحاكم الصيني يمكن يمكن أي يمكن لا ما تقدر تخر ما عندك أي فكرة طيب كيف يروحون يتغذون القرارات فيما تعلق بالخطط الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية ما نعرف طيب هل هذا يحسب لصالح الصين ولا لضد صالح الصين من الناحية اللي احنا نشوفها ناحية عالمية والله أنا أعرف أمريكان بالضب شين قاعد نسوون أوروبيين الدرجاقة ولا كمناسبة ولكن عنده غموظ احنا كريكا على الصين فقط لأني لا أعلم المشاكل اللي الصين عندها لا يعني إنها ما عندها مشاكل يمكن مشاكلها أسوأ من المشاكل الموجودة في أمريكا بس بسبب الإعلام الغربي وسبب الشفافية اللي عندهم نسمع أكثر فاحنا المصادر المعلومات هو الإعلام هو اللي يسيطر شنو نقرأ وشنو اللي نشوف واللي يسيطر على هالشي بنسمع منه هو طيب هذا شي ممكن ناخده بالشكل النسبي أنه ولو الإعلام يكبرها ويصغرها أو أن هذه حقيقتهم اللي مو بالنسبة لأرقام فإذا أخذنا الأرقام اليوم أمريكا عندها حجم الدين ضخم جدا وكل شهر عن شهر وكل سنة عن سنة يزداد حجم الدين العام لأمريكا بينما في الصين فائض ومع دين شي يصير يصير أنه الاقتصاد جاسي كبار الأرقام جاسة تكترب من بعض في الناتج فإحنا ما نقول فائض وهذا لها كحجم اقتصادهم تريليون وهذا لها 30 تريليون لا يعني كل مالهم يقربون وهذا 18 تريليون وهذا 23 تريليون فإحنا نتكلم عن فائض وحجم دين وعفوا عجز ميزانية يعني يعني تقدر تشوفها مؤشر تشوفها كمؤشر بس حجم الاقتصاد ينمع عن طريق النمو والاقتصادي صحيح الدين أدى لهذا النمو هذا النمو مثل كاستثمار أن نحنا عندنا كأفراد وكأشخاص تريد تشتري بيت ما عندك كاش تأخذ قرض من البنك تشتري فيه نزدت المصاريف على نفسك ولكن عندك بيت ساكن فيه أو تأخذك استثمار تستثمر عن شيء عن فلوسك وتأخذ جزء من الفلوس وجزء من فلوس البنك تأضم لك العوائد وفي نفس الوقت تزيد لك المخاطر طيب فالدين دائماً حق الأفراد والأشخاص والشركات سلاح ذو حدين وأيضاً سلاح ذو حدين للدول الناشئة التي تعتمد على الاستثمارات الخارجية أو على الأموال الخارجية ولكن الدول الأساسية اللي هي اليابان وامريكا والصين وبعض الدول الأوروبية مو لهم هناك ليش لأن أولاً تقدر ناخذ الدين الأمريكي الدين الأمريكي كله بالدولار ما يصدر أي شيء باليورو وعملات الثانية كيف يفلسون كيف ما يقدر ندفعون عندك تريليونات من الدولارات أنت أصدرتها كسندات الخزينة كيف ما تقدر تدفعون أسوأ الأحوال تطبع فيه الزايدة طبعاً يسبب لك مشكلة في التضخم تحلك مشكلة تبدو لك مشكلة ثانية ولكن موضوعك دين تقدر تدفعون وعن تقدر تروح أنت لأي نسبة طبيعية من الدين درجة معقولة يعني ما يوجد أي نسبة بدون ما يتأثر الخلاف يكون الآن شنه هي النسبة هل هي 100% من حجم الاقتصاد ولا 120% ولا 50% سعودية الآن نعتقد 30% ولا 34% فقط من أجل المخياس ومعيار أمريكا 110% كم اليابان 240% آه الله مسلاحة 240% صح ما أفلست الحكومة اليابانية ولكن شوف اقتصادها اقتصادها سيئة مو قاعد ينمو طبعا ليش هزارت لمصر 240% الحكومة قاعد الضخ والضخ والضخ عشان ينمو الاقتصاد مو قاعد ينمو لا تضخ مقاعد يرجع ولا شيء مشاكلها مشاكل هيكلية وليس مشاكل مالية يعني يحاولون يحلون مشكلة مطريقتها انت من خفاض في عدد السكان وإلى آخر ولكن موضوع آخر فنرجع موضوع الدين فأولا موضوع الدين ليس بالسوء اللي احنا قدر نقول انه ارتفع من 60% إلى 110% امريكا بتنفجر ما عندها فلوس لا تحلها بكل بساطة يعني هذا أول شيء والشيء الثاني هذه ما أول مرة ان امريكا توصل لهذه الدرجة امريكا تمشي في الدورات بعد الحرب العالمية الثانية وصلت النسبة 120-130-140 بعد فترات خفضتها وصل لـ 60% ونفس الشيء في الأيام في التسعين بداية الألفية إذا أنا ماني غلطان انه ما كانت في سندات الخزينة كان في تخوف انه خلاص امريكا أرباح أيام بلنتون أرباح وأرباح وإرادات وفائض 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 وقلت خلاص ما يحتاج تطلع سندات وكان يسبب أزمة اقتصادية مالية حق الدولة لأنه كثير من المستثمرين يعتمدون على هذه الأموال حق علشان العائد ودفجأ تروح تقول لهم خلاص ما عندي سندات ومتروح الأموال ولكن زين بوش الولد وزاد وصار موضوع سبتمبر 11 فيحتاج استثمار ولا ضخ عسكري رهيب فرجع غير الفاغ إلى عجز وهو والسؤال هو شنو هي خطتك في مجابهة هذا العجز اللي عندك في الميزانية وهذا الديو نحن نقعد للنقطة الأساسية شنو وجد نظر المستثمرين لأن عندك خطة سليمة لأن عندك أنت شيء واضح في شفافية المستثمر يبدأ يثق بخطتك نأخذ على سبيل المثال مشاكل اللي صارت في بريطانيا قبل كم من شهر أن حكومة رئيسة الوزراء السابقة قالت أعلنت عن خطة خفض الضرائب وزيادة المعونات حق الطاقة وإلى دعم للطاقة طيب معنات أنه بيكون في عجز في الميزانية شنو خطتك يا حكومة والله اللي حين ما عندنا خطة هيني المستثمر صارت بحالة ذراع حالة خوف ما عندك خطة أنت قاعد تزيدين النسبة اللي هناك واقتصاد في حالة انكماش مو قاعد اقتصاد قاعد ينمو كيف بتدفع هني صار الخوف في امريكا إلى الآن لا واضح أنه في نمو اقتصادي معدل البطالة منخفض تضخم قاعد شوي شوي قاعد ينخفض جميع الدلالة تشير أن هذه مشكلة مؤقتة وليس مشكلة دائمة وبتنها في الثقة موجودة الصين الأرقام الصين طبعا أولا العائق الأول اللي عندك كيف تريد تثق بهذه الأرقام اللي عندك في ناس كثير من اقتصادين يقولون هذه الأرقام فاطئة غير صحيحة لأن لا تخضع لأي دراسة وغير واضحة ما يعطون المعلومة ما نعرف نقدر نقارنها هل هي صحيحة ولا غير صحيحة أولا لازم نفترض أن الأرقام هي فعلا صحيحة طيب شيء الثاني ما هي الخطة موجودة بالنسبة لهم هم لا يوجدون قليلة كحكومة لديهم استثمارات ما يفعلون بهذه الاستثمارات لديهم تحديات مختلفة تحديات لديهم لا يوجد نشط تحديات في أمريكا أمريكا يمكن ناخذ على درجة ما بغض النظر إذا كان رئيس ديمقراطي ورئيس جمهوري والحديث المستقذ يوم الأيام أن يصير المكينة الأمريكية بتستمر في الانتاج وهي لك الرئيس قير لك شوية هنا وقير لك شوية هنا بيعدل وبيضبط بحيث إذا عوض ما تنمو على 3% تنمو 3.5 أو تنخفض 2.5 فالتأثير يكون قليل لكن في الصين لا إذا تم التغيير يمكن يكون تغيير جثري وإذا كانت أفكارهم خاطئة بسبب مركزية القرار ثم قد يكون باهف على الاقتصاد فلننقارن هذه الأمور الموجودة في الصين أو حتى في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا كالنظام كل واحدة منهم فيها إيجابيات وفيها سلبيات الإيجابية مثلا في الناحية الصينية إذا كانت الفكرة سليمة وصحيحة تنفيذ أنه يأتي من فوق يقول لك حق الأقاليم الثاني تعالك لواحد جرب ويروحون إذا فيه أي غلط وتجربة أثبتت فشلها ما ينتظرون لنهاية الأمور علشان يعدلون لكي خلاص لكي عوامر عدلوا وضبطوا وانتهي من ناحية أمريكا علشان يسمون لك تشريع خاص بالنظام شي لازم موافقة الأعضاء يسمون لهم قانون ويمشي في المجلس الشيوخ أو المجلس النواة وبعدين حق الشقة الثانية من الكونغرس ولازم يوافق عليها رئيس الدولة يمكن ما يوافق ويرجع يكون لك مشروع القانون قد يظل سنوات وسنوات يدرسون ويحسبون وإلى آخر ويمكن بعد يوافقون عليه وما يتم تنفيذها وإذا تم تنفيذ هل تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة ولا لا يمكن بايدن يخلص فترة الرئاسية وقانون ليحن ما صح أصلا قانون وهذا إحدى يسمون سلبيات للنظام الأمريكي وفي إيجابيات ما قلنا لكل نظام معين شنو هو الأفضل يعتمد على كل الدولة بلحالها طبعا يعني الحديث مع يعني معلم عن أمريكا وعن الصين طويل وممتع وفي حلقة كاملة عن كيف تشتغل أمريكا في القوانين فأدري أنه معقب جدا بتكون بحطة بصف الحلقة وعن الحرب الصينية الأمريكية تقنيا برضو حلقة يعني أحسن من أكثر ما كنت توقع اهتمام الناس بالحرب الأمريكية الصينية بس برضو واضح أننا في اهتمام فبتكون بوضع في وصف الحلقة الحين بسألك الحين أنت مهتم مرة بالعقار الواحد الواحد الآن في الرياض يشتري ولا يستجر عليك أنت شنو ما أكثر يحتمد عليك أنت تابع تستجر واتبيتي بس مثلا هيئة العقار تقول أن الأسعار في الرياض مبالغ فيه عنا مرتفع شنو تبيل هيئة قاعدين نصور الهين ولا لا لسا نصور بيطلح الكلام هذه على حسن أشتري تقول بكل بكل صراح يعني صعب لا أتخيل أي أحد يروح بالتلفزيون يقول لك أسعار رخيصة يروح واشتر مسؤوليتك لأن الكلام لأن صعب أنه يطلق الكلام على العواني بدون أي دليل لأن واحد يقول لك أنه أسعار رخيصة يروح واشتر ونقول لها ليش وإذا واحد يقول لأ الأسعار غالية لا تروح وتشتروا لك ليش النصائح اللي تكون شماعية وتكون للجميع هذه محفوفة بالمخاطر يعني خلنا نأخذها على سبيل المثال الحكومة قالت أن الهدف أن توصل نسبة التملك إلى 70% صح 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 لش ما قالت 100% لأن غير ممكن غير ممكن وغيره طبعا غير ممكن 99% يلا 90% ما 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 أنا واقع أنا في ناس ما بيقدروا أنا ويمكن ما يناسب هم أن يتملكون وهذا واقع مين ذلين اللي ما يقدرون ولا ممكن غير مناسب لهم خلنا واحد نأخذ واحد مثلا هو بالرياض ولكن يحكو بانتدابة للعمل كل سنة وسنة ودون مدينة طب هذا وشو رح تشتري خلنا نفترض أن الحكومة شغلتها ما يدفعون لحق البدل أو يعطونا بدل رح تشتري ليش تشتري في الرياض وانت قاعد تشتغل بالحسا ولا الجدة وكل سنة قاعد تنتغل تدفع إيجار وتدفع هاي لا يوض الحلال ماذا؟ أنت مو وقت مناسب أنك تروح تشتري فهذا غير مناسب له طالب توا متخرج من الجامع عمر 22 سنة بعد يروح يشتري ليش لا؟ وليش إيه أنا أتكلم كسكن وليس كاستثمار استثمار خارج النقاش الحين في ناس تروح تشتري قولك أنا بروح باشتري عشان عجرة هذا خارج نطاق الموضوع التملك السكن وخارج النطاق الاجتماعي للسكن تدخلتيني في الاستثمار فكلامي مو موجه طيب إذا اللي يريد يتملك ما تتعرف هل الأسعار فعلا في الرياض غالية ولي ينتظر كل مرة يقولون انتظر انتظر وكل مرة يتسبع أنا مرة على موضوع ضعف القدرة الشرائية حكمي أحب التاريخ وأحب القراية خلنا أنا أعمل السيرج بسيط على موضوع الضحف كل مرة أفتح محل اللي يقولون ضعف القدرة الشرائية المواطن اكتشافت وعملت رحت جميع بحث عن جميع المقالات الصحفية اللي يتكلم على القدرة الشرائية حكو 10 سنوات أو 12 سنة لراحل كل سنة من هذه السنوات طبعا صحف تنقل عن خبراء إن في ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن ومعقولة كيف يكون عندك ضعف القدرة الشرائية لكل سنة من هذه السنوات 12 سنة في نفس الوقت العقار قاعد يرتفع يعني أما العقار مو قاعد يرتفع هذا كلام غلط الموضوع القدرة الشرائية ليس يتم تعرفه بالطريقة الصحيحة أو بس إن هذا الكلام المختصين ليس كلام المختصين في عدة احتمالات إنه يتروح أو فيه الهوامير اللي يجلسون يشترون بس أراضي في كل مكان لا بس كيف نسبة نسبة التملق زادت من 45% إلى الحين أكثر من 60% إيه هذا مختلف اليوم فيه ضخ عالي عفوا فيه مساعدة في التمويل تتغير نظام الإسكان وهذا خل الناس تقدير قدرتهم على ضخ قوة شرائية سراءة أكثر والارتفاع برضو لأن الحكومة ممسكة كثير فتلقى الارتفاع كثير في الرياض أكثر من المدن الثانية يمكن الرياضه جدة أكثر مدينتات فيها الارتفاع وهذا لأنه فيه إيقافات وفيه نزع عالي في أماكن في الرياض هذا الموضوع أن الارتفاع أنه حصل هذا صحيح على مستوى المملكة اللي صار ولكن كيف نقدر نحدد هل هو فوق القدرة الشرائية أنا أقول موضوع البيانات العامة تحتاج لها دراسة وفحص أكثر بس أنا كلامي أن يكون للشخص للفرد الفرد يأتي يقول لي أشتري ولا أجر أقول لي عليك أنت كيف شن العوامل اللي ساعدك بخلينا نقول هالموضوع وانت وانت واحد بروحي يقرر أولا هل أنت ثبت ثبت نفسك اجتماعيا هل تزوجت هل عندك العيال ولا لاحن شاب معارف يعني وذ الحلال إذا أنت شاب 24 23 وعشر ومو عارف شو أنت بيسوي بحياتك تروح تشتري بيت لا ولا تصبر مو أقول لي طبعا لازم تحرف جميع بس على الأقل هل أنت مستقر نفسيا بهنيا خلاص أنت عارف أنت قاعد لدرجة معين أنه في الشغلة الفلانية هالشغلة أنت تحبها وتزوج جريبة وتزوج وعندك فكرة مع شريك حياتك وعارف أنك يلا خلال كم سنة بينيب ثنينة ولا ثلاثة ولا أربعة أو العشر عيال فعندك الفكرة في هذا الموضوع فأول شي أنت تستقر بحيث تعرف نوع المنزل التي تبغي ومو بشرط النوع المنزل التي تبغي أن يكون مناسب لك حق ثلاثين أربعين خمسين سنة خمسين على الأقل عشر سنين أقول لك حق العشر سنين الجاية أنا يناسب يشق غرفتين ولا ثلاث غرف فأشتري هذا الشي فأشتري حق عشر سنين ولا تستجر عشر سنين نحسر هنا تحسبها كيف أنك تحسبها أنه إيجار وشون القدرة اللي عندك أو آخراتها الزين اللي فيه أنها قاعد تتكلم في مدينة مثل الرياض فيه سين وفيه شين الزين اللي فيه أن مدينة قاعدة تنمو عدن السكان قاعد ينمو مو بس من ناحية الداخلية ومن ناحية الخارجية ناس قاعد من بره قاعد تجي ونعرف أنه فيه نمو على المستقبل القريب ومستقبل البعيد وأنا أقول فرضاً لو بس نص مرئيات عشرين ثلاثين تحققت هذا إنجاز كبير وهذا إنجاز النص المرئيات ترى يكون لها تأثير إيجابي قوي على العقار وعلى الاقتصاد فهذه أول كنا طوشي من ناحية الثانية من ناحية الموضوع النمو لأن المدينة تنمو فالنمو مراحل أماكن النمو تتغير بشكل كبير مثلاً البطحة قبل كم من سنة كانت عامرة بالناس عامرة بالسكان وعامرة وتجارة وإلى آخر الحيوان هي سكوت ما فيها شيء وبسط الرياض لو تروح هناك وسط الرياض فيه شواغر كثيرة الدائر الشمالي قبل عشر سنين ولا خمسطعش سنين كنا نعتبرونا بر لفوق الدائر الشمالي على سبيل المثال فالتغيرات تصير كثير فيه فوائد للإيجارة فيه فوائد للتملك فوائد للإيجارة أنك أولاً كمبلغ مقارنة بالراتب أقل من الاستقطاع هذا أول شيء أعطيك حرية التنقل قاعدت هنا ما أعجبك الجيرانك ما أعجبك المنطقة شغلك بدلوه قبلك أن تشتغلي غيروا محل شغلك ودوك لشرق الرياض تقدر أنك تروح ماذا عيوب الإيجارة أيوب الإيجارة ما عندك زمان على موضوعك مبلغ إليك أي وقت وفترة أنت تحت رحمة المؤجر رحمة المشاكل إذا عندك مشاكل مع العقار نفسه تكون تحت رحمته طبعاً يقول لك تقدر تغير بس كلما كبرت عائلتك صعب إذا أنت شاب بروحك إنتو ولا زوجتك شخصين شلو نقاشكم تطلعون سهل سهل في مدارس مدارس عندك عيال وكل هالأمور ومن تقول لك أين وصلت أولاً هذا الشخص اللي حتى أتردد أن أقول هذا الكلام ولكن أشوف الشخص اللي متزوج وعنده ولد ولد أو بنت مع عمار صغيرة ثلاث أربعة سنين قبل ما يروحون الجامعة هذا والفوقت المناسب أنك تشتري بيت أنك تفكر أنك تشتري بشكل جدي أن البيت يكون مناسب لك والبيت الشكل المثالي أنه بس عشرة سنين قدام تشوف احتياج جدا يعني على الأقل أنه يكفي لك ما تدع أنت قاعد وزوجتك تفكرون أنت يتيبون ثنين عيال يمكن آخر المطاف يكون أربع عيال ولا خمس عيال أو العكس كنتوا حاطين في بالكم أنه خمس سنين وممكن الله ما أعطاكم إلى واحد ولا اثنين ما بقول دراسة ولكن بعد اقتنام لا تمشي وراء مثلا أنا محمد شرى خلاص أنا براها بشتري فلان شرى وأنا بشتري لا تستعجل خذ وقتك في فائدة لنك تشتري غير لنك ما تشتري خلاص هذا باعتك أنت بتروح بتستثمر في بتكون مريح أنت عارف أن أي فلوس بتحطه أنت بتسفيد منه للعبد يعني يسبب لك نوع من الراحة النفسية أنا أبسط مثالي شي بسيط جدا يعني يمكن الناس ما يلاحظونها إذا أنت قاعد بيت إيجار وعندك الجدران خربانة ولا كل هالأمور تخلي سبب لك ضرر نفسي يمكن ما تحسها غير أنك ترجع من الدوام للبيت عارف أن بيتك حلو وما فيت شخابيت على الجدران ما فيها التشقق ولا إلى آخر يعطيك الراحة النفسية أيضا يقول لك يعتمد على الشخص كل واحد يتشوف فضعة لأن أنت استقريت نفسيا وعمليا بداية حياتك هذا هو وقت المناسب أنك تشتري ممتاز طيب أجمع فلوسي وأشتري ولا أقترب والله لأغلب الناس لازم تقترض أغلب الناس عشان تشتري مسلو كان عندي الخيارين هذي أجمع جمع جمع إلى أن أجيب المبلغ أجمع طبعاً أجمع أحسن من الإقتراض الإقتراض هو الحل الأخير وليس الحلي الحل الأول انترست فالتمويل العقاري ما حل الأول أقول لك أن التمويل العقاري هذا ما أقول للمضطر ولأن أغلب الناس ما عندهم القدرة للإدخار هذا أول شيء أو الرغبة أو حتى ما يكفيهم ناس يحتاجون ينتظرون 15 سنة 20 سنة علشان نجمعون المبلغ المليون ممكن يكون العقاري بس ارتفع أكثر من اللي أنت جمعت والتضخم فليش ما يقترب فأقول لك يعتمد ما قلت لك بس التمويل العقاري أنت تقدر تروح تجمع الفلوس خلال فترة قصيرة لا أنا أجمع نفس القيمة اللي بيأخذ مني القصد التمويل خلنا نأخذ مثال آخر عندك مليونين تقدر تشتري فيهم بيت موجود الكاش الحين أو تأخذ تمويل أو تأخذ تمويل مليون من البنك ومليون تخلي هذه الضافية في البنك هنا أقول لك لا تأخذ الكاش اللي عندك بالكامل وتستثمر إذا عندك مليون واحدة بس وما عندك المليون الثانية تأخذ تمويل العقاري إذا عندك المليونين تخليهم كاش وتستثمر في أماكن ثانية وتأخذ تمويل العقاري ولا تشتري بالمليونين تشتري بالمليونين أقول لك ليش لأن لأن تأخذ التمويل العقاري يسبب لك نوع من الالتزام المالي أنت غصبا عليك كل شهر لازم تدفع للبنك صحيح تشتغل ما تشتغل طبعا في بعض اللواح تحميك من هالشي بس تشتغل ما تشتغل لشنان يكون لازم المبلغ تكون هكذا البن استثمارك غير مضمون غير مضمون ما في شي فعندك الأصول كما سمي أصول جزء منها أو كلها غير مضمونة يمكن تخسرها كلها كاستثمارات وياش كثر ناس خسروا في العس واستثمارات وكل هالأمور ولكن الالتزامات اللي عندها كتابته وانت كإنسان خصوصا احنا اللي عندين العادة ان كل واحد يحب يدير استثمار بنفسه ما عنده الخبرة وما عنده هاي يقول لا أنا بروح عرف اختار الأسهم بروح يدخل طريقة عشوائية اختيارات الأسهم بعدين يقول آه أنا علكت ما قدر أبيع لأن خسرها خمسين بالمئة ستين بالمئة طيب هاي شو نقول له هاي صح بس لو خدت انت تميل والفائدة عليه مثلا ثنين ونصف المئة مثلا ايه فلو استثمرت له في عيشة آخر حاجة اللي هي صوكوك الراجحة كم كان العائدة حقها خمسة ونصف المئة حلو انت ربحان اقول لك ومسال حلو هاي الفائدة تعرف انت على قرضك ثابت حق عشرين سنة العائدة لسوكوك الراجحة غير ثابتة ثابتة حق اول خمسة سنوات بعد خمسة سنوات وصف الراجحة لهو الحق انه يزيد او يخفض ممتاز طيب اذا خفض اذا خفض الواحد بالمئة أبت بس كم معدل الناس اللي دخلت في في سوق لسهم بالعادة يقول لك انه ثمانية في المئة على العشرة سنوات هذا العائد فمعنات غير مطمون هذا هو القصة القصة انه امر غير مطمون فهمت علي لو كان في نوع من الضمان على هالشي ومثلا لو انت قلت لي على سبيل المثال انت ماخد قرض من الماء نصف الراجحي عشرين سنة اثنين ونصف بالمئة وستثمرت في سكوك الراجحي ثابتة خمسة بالمئة حق عشرين سنة مكو اوكي نفس الشي عندك اذا تعثر بنك الراجحي يعني عمنات القرض يمكن ما تحتاج تدفع على هال الموضوع لكن هذي الامور نادرة نادرة ان تحدث في هالشي وهذا جزء من معادلة جزء الثاني من المعادلة تخيل بعيدنا اشعر فلان فلان ما عنده قرض عنده التزام قاعد يتفعل البنك اثنين ونصف وثلاثة بمئة وعنده استثمارات في الأسهم يلك يوم من الأيام السوق هالله عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة خمسين بالمئة خمسين بالمئة تخيل انت قاعد في موقع تدري ان نصف فلوسك راحت تبخرت وعليك قرض كيف نفسيتك تكون طيال واذا هاي الشيء صاد فلوس الراتب اللي بيجيك شو بتسوي فيه بتروح تستهلك بتروح بتنفقه الاقتصاد شنو معنات انا بيكون نمو اقتصادي منخفو صار نمو اقتصادي منخفو شنو معنات اذا انت موظف عند شركة خاصة ولكوا السؤال يا عزيزي ترى ما عندنا فلوس نوازم نسك الشركة تخلص من العيدي العام الموجودة عندنا نزيد البطالة وبدأنا في الدوامة الاقتصادية اجل راحت يشتري الله اشتر لان انت مقمئن لعملك وللسكن وليس للاستثمار وتنويل هو آخر لخيارات الموجودة امانك وليس الخيار الاول اذا سدت عليه كل البيبان مو عندنا كل هالشي تاخده وايضا حط في بالك انه صح ان القانون اعطاك الحقية الـ 65% وليس مو مضطر انت لازم عليك انتاخذ الحد الـ 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 وهل 65% تختلف من الشخص لشخص يمكن اللي راتبه 30 ألف وليس 20 ألف يقدر يعيش بما ما تبقى من 35% يقدر يمشي أياما بس الواحد ما عاش 10 ألاف يمكن ما يقدر يمشي أتى 1500 ولا اتا 1000 شهري شبه انتحار اذن الموضوع لا تكرا شكرا لك شكرا لكم شكرا لترك جهطاني وإيمان الحمادي في اعداد الحلقة الهندسة الصوتية العزيز المزي وضياء الدين المدني التحرير جميل عبدالأحد وساعة الانتاج أصيل بافرط ووحاب موسى مديرا للتصوير ومصورا ومجد القرشي في تصميم الستوديو هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية اللي نشر وتوزية لنشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم الله يعطيك العافية الله يخليك حديث تسلم يا سيدي والله يعني أكرمتنا بجيتك الله يخليك بالعاكس شكراً لك أنت خليتنا وتوقعت أنك تكون تجلد زي ما تجلد في تويتر أحسك في تويتر شديد لللهجة بالعاكس أنا مسكين في تويتر دائماً أنا مسكين أيماً مسكين أنت ما مسكين يا أهلاً الله يلاً الله لكن هنا دبلوماسي يمكن أصيل يمكن ما ندري والله يعني ما بتحت الكريبتو طبعاً الكريبتو أنت جاوزتها يعني خبتك تقول لا البيتكوين ممتاز لعنى ليش لأن أتوف هناك في الانتكاعد تكتب في أرقام في أشياء واضحة تفكر فيه قبل ما تتكلم وموجود للأبد فلازم تكون شوية صارة ما يحكي كلام هذي موجود للأبد للأسف موجود للأبد بس يعني ما أقول سواليف بس إذا أنا غلط في الكلام اللي بقول يعني مثلاً إذا أي من السنوات أنا قد طلعت غلط ما حد بروح يقول لي شو غلط بكل هالأمور كلا يترامي قاعدة صحيح صحيح يلا حبيبي تسلم الله أحضر تكلم كلا سلام نعم شوق تسلم بس كلا شوق